اشتركوا في القناة اهلا وسهلا انا اسف على المرة اللي فاتت كان في مرة اعلاننا فيها ان احنا هنسجل وكان الانترنت عندي ضعيف في البيت فما عرفناش نسجل يعني بس اتمنى النهاردة لنت كويس وحنسجل حلقة جميلة واتمنى تتابعونا لحد الاخر اهلا وسهلا نجان انا مبسوط ان انا معاكم النهاردة وتحية كبيرة لبرنامج الجهر بالالحاج وتحية كبيرة لكل القائمين على البرنامج والمعدين وليك وانا مبسوط جدا بجد يعني اهلا وسهلا فيك اخي اسماعيل ونحن كتير فرحانين يعني كل مرة كنت استضيفنا هالمرة انا استضيفك انت وهذا اقل شيء يعني نقدمه وانا كتير فرحان فيك وببرنامجك طيب اسماعيل خلينا نبدأ بالتعريف يعني انت غني عن التعريف وبرنامجك غني عن التعريف بس بدنا نفنا اقول روتين لا لا مش فكرة روتين يعني دي حاجة كويسة ان احنا نتكلم ونفضل نتكلم على فكرة انت ممكن تكون يتبيت هيقلك ان انت بتعيد كلام او بتزيد كلام مثلا يعني ولكن بيبقى عندنا ناس جديدة بتدخل تتفرج على الفيديوهات دي يعني ممكن انا سجلت متين حلقة بس في الحلقة رقم متين وواحد دخل واحد جديد اول مرة يشوف برنامج الجاهر بالالحادة او اول مرة يشوف برنامج البط الاسود مثلا يعني فشيء كويس ان احنا نعيد كلامنا ممكن بصياغات مختلفة بطرق مختلفة باسليب مختلفة فده شيء مطلوب مش مرفوض انا اسم اسماعيل اسماعيل محمد انا مصري اعتز جدا بمصريتي وبجنسيتي وطني يعني تخليت عن الفكر الاصولي او الفكر الديني بشكل عام يعني مش الاسلام تحديدا يعني يعني انا واحد من الناس اللي ثابت الاسلام وما كنتش اعرف تفاصيل كتير جدا في الاسلام خروجي من الفكر الديني مكانش يعني يتعلق بالاسلام تحديدا οانما بالفكر الغابي عموما بالفكر الدينية بشكل عام ويمكن دي يعني اللي بتسبب لي بعض من المشاكل مع الاخوة المسيحيين لانهم دايما بيتبنوا الخطاب او الاخوة المسيحيين التبشيريين تحديدا لانهم دايما بيتبنوا الخطاب ان الاسلام دين ارهاب مثلاً أو الإسلام فيه أفكار إرهابية أو الإسلام فيه آه أنا صوتي واضح أو الإسلام فيه شيء من الإرهاب فبيلعبوا عن نقطة دي أنا لما سبت الإسلام ما كنتش أعرف كل التفاصيل الكتيرة الموجودة في الإسلام يمكنني الكلام ده أنا عرفته متأخر بعد كده فتخليت عن الفكرة ديني بشكل عام من حوالي أربع سنين تقريباً كان فيه طبعاً يعني كان فيه زي سوابق للكلام ده أنا ما كنتش من الناس المتدينة جداً أو من اللي هي متزمتين دينياً أو متشددين دينياً كنت من هما بيقولوا عليهم المسلم كيوت بدافع عن الإسلام في حدود يعني معرفتي العامة اللي موجودة عندي ناس كتير جداً في مجتمعاتنا وبصراحة حياتي اتغيرت يعني تقريباً 180 درجة من بعد ما تخليت عن الفكرة الديني بشكل عام لأن أنا كنت من الناس اللي هي الدين كان عامل لي مشكلة في الفكرة التواكل أنا كنت من الناس اللي تتواكن أو بتعتمد على ربنا يعني أقول يعني ما كنتش أفكر في بكرة ما كنتش أفكر في بعد بكرة دايماً بقول إن ربنا هو يعني اللي راسم كل حاجة وهو اللي عارف كل حاجة وهو اللي حيزبط لي كل حاجة وكنت دايماً أنا أبص لليوم اللي أنا فيه أو يعني أنا بالليل حعمل إيه؟ دي أقصل أقصل طموحاتة وأقصل التفكير في المستقبل بتاعي يعني المستقبل بتاعي كان آخر اليوم فالفكرة الديني كان أنا أعتقد كان عامل لي أزمة كبيرة أو مشكلة كبيرة في حياتي بسبب فكرة التواكل على ربنا فكرة إن أنا مسلم أمري لربنا فخروجي من الدين ما كانش بالنسبة لحياة يعني غير حياتي بشكل كبير جداً لأن أنا فكرة التواكل دي اختفت بدأت بقى أفكر مش بس في بكرة أو في المهاردة لا أفكر في كمان تلاتين سنة أو كمان أربعين سنة أحلامي بقت كبيرة جداً أمالي وطموحاتي اختلفت ما بقاش لي حدود ما بقاش ليها يعني قيود أو حدود فإن أنا أحلم في البكرة وأحلم في بكرة حاجة تانية برضو تأثرت بيها وأثرت فيها معلش لو بطول بس أنا من نفسي يعني بتكلم بقى فكرة التفكير العلمي أو التفكير المنهاجي العلمي ما كنتش يعني ما كنتش فاهم قوي يعني إيه تفكير علمي أو تفكير منهاجي ما كنتش عارف قد إيه الفكر الديني بيتعارض بشكل كبير جداً وشكل واضع جداً مع أسلوب التفكير العلمي أو أسلوب التفكير المنهاجي فعرفت ده مع الوقت بعد خروجي من الأسطورة الدينية ومن العقل الغيبي والعقل الأصولي الديني فعرفت قدرت أميز ما بين الاتجاهين دول أو المصارين دول الفكر الروحاني أو الروحانيات والعقلانية والعقل والأسباب والنتائج والآخر فده كانت تصورة جديدة برضو في حياتي أو على المستوى الشخصي أو الفردي كان نوع من أنواع الثورات اللي عملتها على نفسي فأصبح العلم أو المنهج العلمي بشكل عام مش فكرة العلم يعني الكيميا أو الفيزياء لا المنهج العلمي قبل كده تحس أن مجالات الحياة كلها مشوشة مش فاهم يعني 2004 مشكلة اقتصادية مش فاهم يعني ايه مشكلة طبية مش فاهم يعني ايه مشكلة أو حل الموضوع ده كان مشوش لان كانت فكرة ربنا دي موجودة زي ما بنشوف الناس يقول لك ادعى ربنا هخف يعني ربنا داخل في كل مشكلة كده ليه ايد فيها وضع يده عليها والحاجة اللي مش مفهومة فيها او الحاجة اللي انت مش قادر تسيطر عليها في هزي المشكلة هتلاقي ربنا بيلعب دور اساسي فيها يعني زي ما كانوا في الاول ما كانوش عارفين الشتاء الامطار دي بتنزل ازاي اولي فكه ربنا كان بيلعب دور كبير جدا يقول لك اه ربنا يبعت الامطار ربنا يبعت الرعب ما غليش في حد بيه ام وليه منك بس فااااااااااااااااا حتمنى دي تكون يعني اخدت فكرة كويسة بس بدأت تبقى البرنامج وانا مستعد لاي اسئلة معاكم حتمنى تكون اجاباتي واضحة على ادى السؤال اكيد اجاباتك واضحة والراع simplify اسماعيل اسماعيل بصراحة انا بتزيبني كتير مسألة التيرمند بوينت يعني بحب اعرف من الناس شو المقطة اللي اه يعني قلت انا فيها ماني مؤمن بالبقديات يعني خلاص انا هون واك انا ملحد شو المقطة اللي اللي حولتك من مؤمن الى ملحد شو كيف صار التحول ها بتفضلك في مقولة في مقولة اللي بتقول او اقتباس دايما بنشايره على الفيسبوك مش فاكر نص الاقتباس بالزبط يعني بس بيقولك انت لا تكتشف فجأة ان دينك غلط او لا تكتشف فجأة ان الاديان خرافة وانما بتكتشف ده بشكل تدريجي وعلى خطوات تدريجية معتمدة على بعضها البعض وده تقريبا اللي حصل معي انا في فترة قبل ما اترك او قبل ما تخلى عن الفكر الديني يعني شاية الظروف ان انا اشتغل في مهنة او وظيفة كنت بتأمل فيها كتير يعني كنت شغال في المجال الارت او الفن او الفنون فكان ببقى عندي وقت كبير جدا اتأمل او افكر او يعني كان عندي وقت فراغ يعني في المهنة دي وكانت بتساعدني او على فكرة التأمر يعني كنت بقضي اوقات كبيرة في يعني تأمل لوحات البرتري والرسم والحاجات دي بقضي وقت كبير جدا في البرتريات وتفاصيل الرسومات والكلام ده فالفترة دي اديتني فرصة لان انا يبقى عندي يعني استخدم عقلي بشكل حر تماما دون اي تدخلات خارجية فاخلال الفترة دي انا الى حد ما علاقتي مع الاله او علاقتي مع فكرة الاله حصلها نوع من انواع التطور تطورت ازاي تطورت يعني بقيت بتعامل مع الفكرة الالهية او بقيت بتعامل مع خلينا نقول الاله يعني انا كلامي واضح فكرة ربنا ان انا بغير في ملامحها يعني تحديدا للإسلام تحديدا خلينا نتكلم على الإسلام فكرة ربنا فكرة يعني فيها الكثير من الرعب والخوف وربنا هيعزبنا وحيحرقنا وحيسلخنا وحيمش عارف هيعمل ايه والاخيره وفي نفس الوقت طبعا هو قدير وهو عليم وهو خبير وهو قادر بكل شيء ده تصور الديني اللي يعني لم يتمكن مني بشكل كامل في الفترة دي علاقتي مع الفكرة دي بدأت تطور بدأت اتعامل مع الاله ده كأنه صديق او كأنه رفيق او كأنه اب او كأنه يعني يعني بقى فيه زي سيناريو او فيه زي حوار بيني وما بينه يعني ده في داخلي فاللي حصل نتيجة الفترة دي ان الحوار ده وصل لمرحلة ان انا بدأت اقول لا هو فاهم انا ايه اللي جواي او هو فاهم انا عايزي او هو فاهم انا فكرة العبادات بدأت الاقي مبرر لعدم التزامي بيها يعني انا ما كنتش ملتزم تماما في الصلاة مثلا وده كان بيسبب لي ازمة او بيسبب لي ضيق او يعني ازم ليه مش ملتزم بالفردة او ليه مش ملتزم بالصيام طوال شهر رمضان مثلا لان انا احيانا كنت مفتر فده كان في البدايات عملي مشكلة طبعا زي ناس كتير طبعا زي كل عامة المجتمع الاسلامي او عامة المسلمين حتى يعني كبار الشيوخ ورجال الدين الاسلامي اللي هما خلينا نقول اللي هما يعني مخلصين للفكرة الدينية لان في ناس في رجال الدين يعني اصلا هما عارفين ان الدين ده في شنك بس ايه بيتسببوا منه او بيكسبوا منه وبيتربحوا منه او مجال حياتهم يعني فتطورت العلاقة دي اصبحت بقى ان ايه انا بقيت اقول اكيد ربنا يعني ماش همستني مني بقى ان انا اعبده او ان انا صليل هو عارف اللي جواي هو عارف اللي في قلبي فانتهت المرحلة دي كنت انا بهذا التصور او بهذا الشكل فدي كانت مرحلة مهمة يعني واخدت فترة كبيرة مكانش لها اي علاقة لا بعلوم ولا بقراءات في الدين يعني انا مع نفسي كده بتأمل في اللوحات الفنية والبرتريهات والصور وبفكر وبتأمل يعني كانت فترة من التأمل كده في نهاية المرحلة دي انا من نوع يعني حتى في نهاية المرحلة دي انا بدأت اتكلم كتير يعني بدأ انا كالحياتي عبارة عن مجموعة قليلة جدا من الصدقات والعلاقات ما كنتش اعرف ناس كتير يعني في حدود شغلي او وظفتي مجموعة اصدقاء من الشغل للبيت زي ما بيقولوا من البيت للشغل ما عنديش اي يعني اخو يعني ما يعني مش من نوع بالي جاه بروح اقل على قهوة والاصحاب والاصدقاء ما كانتش عندي الكلام ده خالص ففي نهاية المرحلة دي بدأت اتكلم مع اصدقائي في محيط عملي او في مكان عملي وهم اصدقائي ان احنا على علاقة صداقة لحد النهارد فالمشكلة ان هم بدأوا يستاهوا من كلامي او تفسيراتي انا كل ده ما قلتش انا ملحد ولا ملحد ولا كل الكلام ده ولكن شكل العلاقة الالهية اللي انا بدأت اطورها دي بدأت اتكلم عنها او بدأت هم مثلا ايه يعني كان في حاجة بتحصل مثلا لما الشغل عندنا يتأثر الشغل ما يعني بتيجي عندنا مثلا فترة اسبوع اسبوعين الشغل عندنا مش الوضع مش شغال كويس فنتهم بعضنا وهما كانوا يتهموا بعضهم يعني ان هما مقصرين في الدين ان هما مصلوش ان هما مثلا كانوا مثلا يحبوا يعكسوا البنات احنا شغلتنا كانت زي الفنانين يعني فالبنات تيجي تتكلم معانا وتشرح عايزة بتعرف فكان هما بيستغلوا الفرصة دي في ان هما يتعرفوا على البنات ويصحبوا البنات انا ما كانش عبدي الحتة دي يعني ما كنتش اعرف ان انا اعمل او اتستغل يعني فعلى الرغم من كده لما انا جيت اتكلم مع او ادات اعبر او افطفط كده يعني مش ان انا بعض اتكلم بس تيجي يزق لحظة معينة بابدأ اتكلم فيها عن العلاقة الجديدة فلاقيهم بيهاجموني يعني او بيزعلهم مني او بيزعلهم من الكلام انا بقوله ده المقولهم يعني ما هو لازم نصلي ما ربنا عارف مثلا يعني هو لازم نصوم يعني مش قضية يعني نحنا اكيد رب يعني بحاول اكلمهم عن الطريقة بتاع فكانوا بيضايقوا جدا بيزعلوا جدا من الكلام بتاعي فدي ممكن كانت أول مرحلة ما كانتش مرحلة صغيرة أو بسيطة يعني كانت حوالي 3 سنين أو سنتين ونص يعني على أقل على أقل سنتين بعد المرحلة دي بدأت بقى المستضامة وهي كانت صدفة بحتة يعني أنا كنت ممكن أكمل حياتي كلها وأنا بهذا الكيفية وبهذا القدر لو لا بقى الظروف وملابسات كان حصل قبل كده قضية أعتقد ناس كتير ممكن تكون سميت عنها مع مدون سكندري اسمه كريم عامر كان هو التهم أنه هو بيزدري الأديان وأنه هو سب رئيس الجمهورية هيا دي كانت تهمة المدون ده فأنا كان جديد علي الكلام ده وكنت في الهترة دي بحب جدا المدونات وبحب أتابع المدونات والكتابات والكلام ده فدخلت أشوف الكلام اللي هو كان بيكتبه واللي هو التهم على أسره أعتقد أنا في الوقت ده ما فهمتش وبيقولي بالضبط يعني وكان بيتكلم عن الأزهر وكان بيتكلم يعني ما فهمتش بس بس إلى حد ما كلامه أشعرني بشيء من الاستياء أو بالضيق يعني حاولت أفهم يعني إيه الحياة ده أو حاولت أفهم الناس دي بتتكلم في إيه بس ما طولتش في الموضوع ده ودخلت المنتدى الملحدين العربي ممكن لأول مرة الكلام ده كان في 2006-2007 بس طبعا لم أترك الدين يعني الموضوع إيه عدى كده إيه بس زي فلاش اتكررت بقى اتكررت حدثة شبيهة بعد بقى المرحلة بتاعت التأمل دي وتطور الفكرة ربنا عندي اتكررت تاني مع مدون برضو مصري اسمه ألبير صابر صادقنا ألبير فالفلاش دي كان فلاش تاني بقى كان فلاش تاني وانا كنت في المرحلة دي خلاص بقى كنا دخلنا في أيام الصورة في مصر وحراك وكلام ومنقشات وسجلات وجدال والأخير المرة دي انا قلت بقى لازم اعرف ايه قصة الملحدين دي يعني من الحاجات اللي شجعتني جدا كان في مقطع على اليوتيوب مشهور قوي الفترة دي لألبير صابر والناس متجمهرة حوالين البيت عنده وعايزين يطلعوا يجيبوه من البيت عشان هو قيل انه مش عارف شاير فيديو موسيق للرسول او حاجة زي كده انا بصراحة الفيديو ده اثر فيي جدا 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 فكرة ان الناس متجمهرة بالشكل اللي همجي ده على شخص وعايزين يجبوه من البيت عشان هو كتب حاجة وانا شفت صورة لألبير صابر او يعني الفترة دي شفت صور ألبير بقى على وبصراحة تعطفت معاه بشكل غير عادي تعطفت معاه جدا 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 وصعب علي قوي يعني فالفيديو ده وشكل ألبير او منظر ألبير او صورة ألبير خلاني يعني اتبنى فكرة يعني اتبنى فكرة انه مظلوم جدا ويجب ان يكون هناك من يدافع عنه يعني انا ما كنتش مهتم بموضوع النشاط السياسي وان انا نوشب يعني ما انا كان حياتي كلها زي ما قلت الشغل والبيت فقط لقي فبدأت اوثير الموضوع ده في أوساط بعض الأصدقاء وأوساط بعض الأصدقاء اللي هم ليهم علاقة بالسياسة وكده فبصراحة هجموني هجموني جدا يعني هجمت السبب ان انا مدافع عن شخص يقال انه ملحد يعني هجموني جامل يعني استغربت للمفروض ان انتو شباب بقى اللي هم مفروض اللي هم بيتندوا بالحرية التعبير وحرية الرأي كل الكلام ده كان كل الكلام ده بالنسبة لي جديد انا ما كنتش عارفوا يعني فكرة حرية الرأي حرية التعبير وكل الكلام ده انا كان بالنسبة لي حاجات جديدة كلها ما عرفهاش او مش فاهم معناها بالضبط اتضيقت جدا من رد فعل مجموعة الأصدقاء دور هما أعتقد كانوا محسوبين على الجماعية الوطنية للتغيير أعتقد في الفترة دي يعني كنا كتأيام الجماعية الوطنية بداية التأسيس والتكويل والبردعي والكلام ده فرفضوهم الشديد جدا لدفاعي عن ألبير صابر خلاني ابدأ اروح طب انا عايز اعرف ايه قصة الملحد ده وقصة الحياة انا مش فهم حاجة انا كل اللي هبمني مش فكرة ده اقب الحياة وملحدين فكرة ألبير صابر يعني الشخص ده انا شايف انه هو مش مظلوم لا ده هو طلع يعني طلع دينه فأنا متعاطف جدا معاه وانا معرفش هو كتب ايه ولا قال ايه ولا عمري قررت له حاجة يعني كل الفكرة بس انا شايف انسان يعني مظلوم جدا وهو شكله يعني شخصية مش يعني يعني شكله انسان بسيط كده وانسان انا تعاطفت معاه جدا يعني مع احترامي وتحياتي طبعا بير صابر فالموضوع ده خلاني ابدأ لا اراديا يعني غصب عني يعني انا اخش اشوف ايه طب ايه الحد طب ايه مش عارف ايه ففي شخص ابن حلال قال لي انت تعرف الدروي انت تعرف نظري التطور حاجة زي كده يعني فانا كان ردي يعني انا كنت في يعني حالة اه 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 جوع لا اي نوع من انواع المعرفة واي معلومة جديدة واي حاجة فبعت لي الشخص ده مشكورا اه هه انا مش فكره مين بالضبطان لو اعرفه يعني حبوسوا هه هه بعت لي ال 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 ا ال 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 وحiding ا ت Monstrum بعث لي وسائقية де ال road ده وسائقي عمله توسور Richard duginspg R sur County بيشرح في نظرية التطور السابق الى هو بيشرحة الى هذا فورpass إلى الخطوط التطور عالم البيوسيج lin ده. فانا كتأول مرة يعني اشوف الكلام ده اعدت مع الوثائقية دي هي ثلاث اجزاء بالضبط وانا محتفظ بيها يعني محتفظ عملها بلاي لست الحد النهار ده في القناة بتاعتي على اليوتيوب. بدأ اعدت بقى اتفرج على الوثائقية بتاعت ريتشار دوكنز. ايه عبقرية ضرب. شفتها مسلا بتحوالي خمس مرات يعني اتفرج على الوثائق كل كل جزء خمسة واربعين دي. اتفرج على جزء 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 واعيدهم من تاني. حوالي اربع مرات او خمس مرات. اللي حصل اه تقريبا انا نسيت بقى البر صابر. يعني انا نسيت بقى البر صابر نسيت ايه? انا كنت داخل اصلا بيعني بعمل ايه? او داخل ايه الهدف يعني ان انا بعمله. انا بدأت بقى ايه? اركز مع كلام الراجل اللي اسمه ريتشار دوكنز. مش فكرة بقى ان انا شكت في الدين على طول او ان انا صدقته على طول. ده ما حصلش انا ما صدقتوش على طول. بس اكتر حاجة لفتت نظري. ويعني علمت معي قوي كانت قصة ادم وحوة. انا متربي ان في حاجة اسمها ادم وحوة ان دول جدودي وان ادم اتجوز حوة وجابه قبيل وهبيل وبشرية بدأت. فالراجل ده كان بيقول ما معناه ان ادم وحوة دي اسطورة. فانا كانت البداية الايه? مش الصدمة او بدأت تساؤل انا بدأت عايزة ايه 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 الموضوع ده? ازاي? طب هو بس اللي عارف كده ولا ناس كتير كلها عارفة كده? طب القصة دي معروفة يعني? ولا هو مخترع? ما فايد من الاسئلة. المشكلة بقى الفاضرة دي كان لسه الاصدقاء على اليوتيوب على الفيسبوك والانترنت هموما يعني لحد ما ما بيتكلموش يعني يخاف يعني لما هتكلم مع احد يعني لو جي تسأل حد في اي حاجة لها كي يقول لي طب انت مين? طب انت بتسأل ليه? طب انت الناس كانت عايشة في حالة رعب يعني كل يعني الا اقلة قليلة بقى ممكن عرفتها بعد كده بس كان بشكل عام فكرة انت تتكلم في الدين دي فكرة كانت صعبة يعني او ان حد يتجاوب معاك وهو ما يعرفكش او ما يعرفش انت مين? كانت فكرة مش سهلة يعني الناس كلها خايفة فكرة الخوف دي اللي طب كل ده طبعا انا عرفته بعد كده فكنت بتعزب عشان القي حد اذردش معاه يعني اخد ودي معاه انا لسه مش عادي اسئلة كتير جدا والوثائقية دي فتحت لي باب الاسئلة او خلتني افتح باب الاسئلة وابدأ اسأل من هنا كانت نقدر نقول عليها البداية الحقيقية الوثائقية دي مع فترة السنتين او السنتين ونص اللي انا قدتهم في مسألة التأمل دول لعبوا دور كبير في الفترة الاولانية وبداية والدرهنية خلوني ابدأ اتساءل بقى ابدأ يعني فتحولي باب خلوني بشجاعة اقدر افتح باب التساؤل والاسئلة والبحث والاروح واجي وبدأت بقى رحلة ان انا عايز الاقي حد اتكلم معاه مش يعني حد ان انا مش مش فكرة حد ملحد انا لسه مش فاهم انا لسه مش عارف انا لسه مش فاهم يعني ايه حد اصلا بس فكرة ان انا اخد ودني مع حد زي ما بتكلم معاه دلوقتي او زي ما مندردش مع بعض انا وانت بس الحد ده مش موجود غير متاح طبعا بعدها فترة كبيرة قدرت اوصل لشخص معين اه تحياتي طبعا لي احنا اصدقاء لحد النهاردة هو كانت عين فالشخص ده يعرفني على شخص تاني والشخص ده يعرفني على شخص تاني بس كله برده معايدة رح نجي على هاي المرحلة هاي انا ما رح فوت اي مرحلة من هالمراحل يعني تمام المهمة صوتي واضح صوتي واضح بشكل كويس وصورتك منورة كله اهم حاجة يا امر انت يعني صراحة انا بتعجبني يعني اسمع القصص هاي يعني يا الله كتير ناس بيقولون انو المسلم بيجي لما بيناقشوا مخوا سميك وما ممكن اليه بس انا باقول له لا فيه ناس معنا ومجاهرين وتحد الصعاب كانوا من من اشرس المدافعين على الايمان يعني خليهم طيب اسماعيل انا قبل ما نبدأ بدا بس اناوهل اصدقان المشاهدين انو رح نفتح لسكايب يعني بعد ما اخر الحلقة ويا ريت اتمنى من كل الشباب انو يتصلوا فينا يعطوا اراءون اذا فيه اسئلة حطوها تحت اليوتيوب ممكن نجاوب عنا والسكايب هو جان.بروتو موجود كمان بالدسكريبشن تحت الفيديو كمان ياريت تصلوا فينا وتعلقوا معنا وشاركونا تكون حلقة مفيدة لجميعنا وطيب اخ اسماعيل يعني احكي لنا القرار كيف اتخذته كيف قلت انا ملحد يعني من وقت ما بدأت تتعرف على الملحدين حتى وصلت لمرحلة انو اوكاي اليوم انا ملحد الشيء اللي كنت امن فيه من قبل امتهى اذا كان خرافة فضلا يعني هي كانت المرحلة اللي بعد كده ان انا بدأت عايز اتعرف على ناس واتكلم مع ناس وادردش مع ناس واعرف اكتر كان طبعا اسئلة كتير والموضوع ما كانش سهل بصراحة كان صراعا قعدت فترة كبيرة جدا في اسكندرية انا قدمش على البحر رايح جاي كده بفكر طبعا كان فيه خطوات طبعا او مراحل فاصلة يعني انا اذكر مرحلة مثلا من ضمن مراحل الفاصلة اللي فرقت معي جدا اه اتعرفت على المفكر السعودي عبدالله القسيمي وامكن انا رسا جاي بكتبه واشارككم يعني الكتب دي كتب او دي مجموعة كتب للمفكر عبدالله القسيمي امكن اخيرا انا قدرت املك مجموعة ورقية للمفكر العظيم ده اه 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 اتعرفت على عبدالله القسيمي من خلال الاقتباسات اه على الانترنت اه 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 كان 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 لها دور كبير جدا القسيمي يعني اه يمكن الفترة زي انا كنت بتأمل فيها جدا في الفترة السنتين اللي انا تكلمت عنها دي اه اه كتبات القسيمي جات بقى كبرت التأملات بتاعتي دي او الافكار بتاعتي دي لقيت كل تقريبا لقيت كل يعني لقيت اسلوب التفكير الحد كبير جدا القسيمي بيتكلم عنه فيه كتاباته واقتباساته فعدت فترة كبيرة التهم اقتباساته القسيمي كلها واد حاول ادور على الكتب بتاعته على الانترنت واجبها وبدأت اتعرف عليه فالصدمة بتاعتي لما عرفت بقى انه هو كان رجل دين كبير جدا وكان رجل يعني من كبار المدافعين عن الاسلام السني تحديدا الوهابي خصوصا وفاجأة حصل تحول في حياته واصبح شخص بيكتب بهذا الاسلوب او بهذا الشكل فدي كانت مفاجأة برضو بالنسبة لي مفاجأة تانية فمراحل مختلفة يعني انا لا اذكر تحديدا انت بالضبط جيت قلت انا انا ملحد او انا كافر بس كان في مشكلة كانت محمد نفسه يعني رسول الاسلام محمد والاسلام تحديدا انا كان العلم بقى احتكاكي بقى يعني بدأ ريتشارد دوكنز خلاني بقى انطلقت بقى بدأت اتفرج اتابع ده واشوف ده واشوف ده من المراحل المهمة برضو ان انا تعرفت على الصحفي والكاتب الانجليزي الامريكي الشهير كريستفر هيتشنز فالراجل ده برضو كان ليه دول زي عبدالله القصيمي يعني كريستفر هيتشنز ده النسخة الانجليزي او النسخة الاجنابي او الغربي والنسخة العربي بتاعتي اللي انا عرفها كان هو عبدالله القصيمي فالمرحلتين دول كانوا مرحلتين مهمين جدا اللي هو يعني كريستفر هيتشنز وعبدالله القصيمي عملوا نوع من انواع التسجيع على نقد الفكرة الالهية عندي يعني نقد فكرة الاله دي او وضعها للبحث لان فكرة الربنا دي فكرة يعني عاملنا خرم في دماغنا او عاملة للمؤمنين تحديدا خرم في دماغهم فكرة الله الجبار القادر العليم الخبير كل الكلام الجميل ده وقدرته وعذابه وجنته وحتى الكلام ده موجود في المسيحية يعني وان كان الخطاب المسيحي بيحاور ان هو ايه يجبن الموضوع ده ويظهره بشكل يعني شكل جمال يقولك ملكوت او مش ملكوت وكلام ده اه اه بشكل ادلوها ده فاو وطبعا اصلا المشكلة كمان مع الاخوة المسيحيين التبشيريين ان انا انا من الناس اللي حررت هازا العقل هما اصلا يعني هما اصلا بيحاربوا المسيحية هما اصلا مشكلتهم تحديدا مع المسيحية في الغرب زيّ ليتشارد دوكن زي كريسفر هتشين زي سام هاريس كل الاخوة الكفار والنشاطين الكفار في مجال محاربة الخرافة على المستوى الغربي ففكرة ان انا يجيلي شخص مسيحي بيقول لي الإسلام جيني الإرهاب لا انا اصلا يعني الناس اللي اعوني على واقع الخرافة هم اصلا يثوروا على الخرافة المسيحية تحديدا قبل بقى ما بتيجي تقول لي الإسلام فكان المشكلتين الاساسيين فكرة محمد شخصية محمد طب ازاي طب ازاي الراجل ده طب الراجل ده معنى الكلام ده ان الراجل ده كذاب او مدعي او مجنون او مختلف او الراجل ده بدأت بقى اسمع ان هو ممكن ما يكونش موجود قال له طب ازاي ما كانش موجود فكرة التاريخ الاسلامي دي لم اكن قدري عنها اي شيء ما كنتش عارف اي حاجة عن التاريخ الاسلامي خالص يعني او معرفتي بالتاريخ كان الكلام اللي هو بيرددوه دايما للك البطل خالد من الوليد العادل عمر ابن الخطاب قال لي مش عارف الصديق ابو بكر الصديق فدي كانت معلوماتي عن التاريخ الاسلامي يا خباة ما عرفش يعني اي شيء مثلا مثلا يعني او معديش فكرة اي شيء اي شيء او لك شيء عدو الكفار مثلا كل ده ما عرفوه علاقتي بالمسيحيين كمان يعني او معرفتي بالمسيحيين يعني امكان الكلام ده بقولوا النص بتضحك او ما بيصدقوش انا كانت كل معلوماتي عن المسيحية حاجة واحدة بس ان هم ريحتهم وحشة انا مش با انا انا لا قصد اهانة طبعا واحب جدا المسيحيين يعني اي اهم AW او الاقلاء المسيحيين تحديده يعني انا واحد من الناس الليع يعني متضامن جداً محقوق أي شخص متدين أو أي شخص مؤمن بس نيجي بقى كنت مش عارب أتكلم فيه شخصية محمد التاريخ الإسلامي أو المعلوماتية عن الأديان فما كنتش عرف أي حاجة عن التاريخ الإسلامي معرفش أي حاجة عن المسيحية معرفش أي حاجة عن الشيعة فبدأت عايز أعرف طبعاً فكرة بقى أن أنا في عصر السرعة ده وفكرة أن أنا أروح أدور على كتابة أو كتاب أنا مش عارف أصلاً إيه الكتب اللي ممكن أقرأ عنها أنت ما عندكش بقى إيه إلا مصطفى محمود مثلاً ما عندكش إلا بقى الأعلامات اللي يقول لك يا أم ده مصطفى محمود كفر وألحظ وبعدين نرجع مثلاً يعني فالتحديات اللي بيقدمها واحد زي ريتشار دوكنز مثلاً أو التحديات اللي بيقدمها واحد زي عبدالله القصيمي مثلاً في كتاباته عن الفكر الإلهية كل ده يعني أكبر من أن أنا حقارة كتابة من مصطفى محمود وأنا فجبت فعلاً كصحوار مع صديق الملحد ولا تراه فكلام يعني كلام مضحك يعني أقرأ كتاب حوار مع صديق الملحد وقعد أتفرج على واحد زي كريسوفر هيتشنز مثلاً بيتكلم عن الدين فأحى يعني المهم المرحلة دي أذكر أذكر وآسف علي الأرفاظ خارجة المرحلة دي أذكر أن أنا بدأت فيها أدور يعني أذكر أن أنا بدأت فيها أدور على الإسلام بقى فين الإسلام يا جدعين كده فين الناس بقى اللي فهم الدين أنا كل ده برضو المرحلة الكبيرة مش صغيرة بس أنا في المرحلة دي برضو في البداية في بداياتها لا فيه إسلام صح فأذكر أن أنا بدأت بقى أعمل عملية بحث كبيرة من الناس اللي عرفتها وغضبت منه جداً يعني لأن أنا كنت في الفترة دي أحصبك كمسلم يعني كان الشيخ واجدي جونيم الشيخ واجدي جونيم وهو ليه فضل بصراحة علي الشيخ واجدي جونيم أن هو أعلمني قلة الأدب يعني أنا كنت مؤدب جداً بصراحة يعني أو مش بكرة مؤدب جداً بس أنا ما كنت شقدر أقول ألفاظ خارجة خالص الشيخ واجدي وريم وأشكره على كده لهو جرقني شجعني يعني يداني فكرة الشجاعة أو نوع من الانواع لهو كان بيشتب ويسب ويغلط ويتكلم بيدافع فكرته بمنتهى فهو هعمالي نوع من أرى التشجيع المهم فأنا كنت بدور على الإسلام الصحيح اتكعبلت في الشيخ عبدالنان إبراهيم قلت بس هو ده بقى هو ده هو ده اللي معاه القصة كلها هو ده أنا معاه الحي هو ده اللي فهم اللعبة كلها وحقدر أن أنا من خلاله أفهم وأستوعب قعدت فترة لا بأسة بيها مع الشيخ عبدالنان إبراهيم ووالدي كان دايما أشاركه يعني دايما أقوله فالفترة دي أنا أذكر كنت لها أكبر أكبر بابايا أننا نقعد نسمع الشيخ عبدالنان إبراهيم وأشوف كلام اللي هو بيقول وأقرنه بكلام بقية المشايخ وبقية الشيوخ كنت مبهور بعدنان إبراهيم زي ما فيه كتير جدا شباب أسماعيل بس السوت أسماعيل سوت سوت أسماعيل حبيبي إذا عم تسمعني الصوت ما في صوت 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 ما في صوت أنا بتمنى الأخ سماعي يكون عم بسمعني بس يظهر ما عم بسمعني الأخ سماعي خايف يكون عم بيكرر نفس بس أكتصر فيه أظن الصوت عندك ما في يظهر الفيديو معلق الأخ سماعيل ما عم بيشوفني حتى نتمنى يرجعني بسرعة يعني الصوت 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 كده كده رجع أسماعيل أنت الوقت كتير راح و أنت ما في صوت على فكرة الصوت من وقت ما أنت و والدك أنت وتجبر والدك لا تتكلمني لا تقول لي لا تقول لي يا جنب أنا ما بعرف أنت كني ري صغر ما قلت كنت عم بشوفني آآ آآ أنا آسف أنا آسف آآ ولا همه بس من عندما كنت تجبر والدك تقعد وتسمعه عبدان إبراهيم آآ أنا مش فاكر قلت إيه بعدها مش فاكر قلت إيه بعدها خالص يلا اخترع شي جديد ما مش كمان ماشي ماشي آآ بالفعل لما ذاك وقت نقطع الصوت و يظهر الصورة كمان راحت فعم بحاول أنه آآ 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 و أكيET ـ وكان إلى فكرة أنare كنت متكلم على triangles علنا寶ن الإبراهيم و قلت أن في ناس كتير يعني تعت marketing الخطاب الحقلاني والتجسان للعناة الإبراهيم آآ 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 آآآ آآ آآinté دقلقتن على كنت موقت نعتبر أنلم الآباء عنا لا تعرف شي أهم لا sometimes المنزل النهاردة. فالاديان بشكل عام استغلت وسائل التواصل الاجتماعي واستغلت الازعات واستغلت الناكرافونات والكلام ده كله عشان تنتشر وتسيطر وتصبح في كل مكان حوالينا. فتأكد ان في ناس في الماضي لم تكن تدري اي شيء عن الاسلام يعني. ولا حالة عن الاديان كلها. من خمسمائة سنة او من ستمائة سنة او من سبعمائة سنة. آآ يعني مجموعات معينة بس هي المتأثرة قوي بالدين يعني. بس 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 في فكرة هم دي اقول اسماعيل. يعني تأكيدا لكلامك انه في ناس كان ما تعرف شيء عن الاسلام. انا كانوا يعيشوا بقرة حلب. آآ نزل على حلب وجوه وسكنوا بحلب كان عمره 29 سنة. تعرف على الاسلام لما دخل حلب. ما كان يعرف شيء عن الاسلام قبل. آآ صحيح. يعني دي نقطة دي حاجة يمكن الناس مش كتير مش اخدا بالها منها. لان همه مش بي يعني مش بيقرر مش بيقرر مش بيقرر مش بيقرر طاريخ قراءة موضوعية يعني. صحيح. لكن انا اؤكد لكم ان في ناس من خمسمائة سنة او من ستمائة سنة مناطق كاملة يعني مناطق جغرافية كاملة محسوبة على المنطقة او العالم الاسلامي زي ما بيقولو. لم تكن تدري اي شيء لا عن محمد ولا عن الاسلام. ناس عاشت وماتت متعرفش اي حاجة. فهو الاسلام او الاديان بشكل عام. لم تكن منتشرة بالطريقة اللي موجودة عليها نهاردة. يعني ما كانش حد بيشوف الخليفة وجانبه مسلا الامام. زي ما احنا بقي منشوف через سيسي النهاردة وجانبه الشيخ الازهر وراجل الكنيسة مسلا. كالمنظر ده احنا بنشوف انه العالم كله مصريين كلهم بيشوفوه وبيتأثروا بي جدا. المنظر ده ما كانش حد بيشوفه. مش حد ده ما كانش حد بيشوفه. الاديان لم تكن منتشرة بالشكل وبالطريقة اللي هي منتشرة عبيه النهاردة بالشكل الاستغلال وسائل التواصل والآخر فكانت المرحلة دي بقى ان انا بدأت اتعرف على التاريخ الاسلامي من اول وجديد ويعني يمكن كل اللي فات ده كان كوم وبداية معرفتي بتفاصيل تاريخ الاسلامي دي كان كوم تاني لوحده طبعا اولا المشكلة الاساسية ان ما كانتش حد بيجرؤ على الكلام يعني ان هو ياخد وطي معي دي كانت مشكلة كبيرة عاملان مشكلة كبيرة ويمكن ده السبب الرئيسي اللي خلاني اعمل البرنامج بعد كده ان انا اعمل كوميونيتي او اعمل محتوى او اقدم كونتنت او اقدم مادة لناس عندها اسئلة كتير جدا ومش لقي مكان او مش لقي حد فعلا لان انا عشت اللحظات دي كانت لحظات صعبة جدا فبدأت اتعرف على التاريخ الاسلامي واحقاق للحق برضو فكرة ان انا جيب كتاب واعد اقرأ وانا مش عارف اصلا ايه الكتب اللي المفروض اجابها فبدأت احاول اتعرف على ناس وفعلا نجحت في النهاية ان انا اقابل بعض الشخصيات دون ذكر اسماء لان في ناس مهمة وشخصيات يعني معروفة بدأت اتعرف معاها وبدأوا يدردشوا معايا فكانت المفاجئات انا رايح مثلا اقول له دارون واقول له نظرية التطور والانسان فهو بقى ايه هو ما يعرفش احاجة اصلا عن دارونه هو ليه في التاريخ الاسلامي فبيبدأ يديني يعني يديني فكرة عن التاريخ الاسلامي فهي انا كانت الصدمة يعني انا من الناس اللي كنت بحب جدا بقى الخلافاء وجول الخلافة الاسلامية وجول الاسلام العادل فتكتشف ان كل الناس دي اصلا يعني حمده حمدي بشلى اللي جنبنا اللي هو البلطاجي اللي ساكن جنب البيت عندي بقى عندي اشرف واحسن واجدع من كل الخلافاء الرشيدية حمدي بشلى البلطاجي بقى بالنسبة لي انا شخصية يعني مثالي احتزى به ولا اني ااخد واحد زي خالد بن وريد ده مثال احلى ولا ااخد واحد زي عمر كلهم ولدين كلب كلهم بلط كلهم ارهابيين كلهم محدش فيهم مت متطبعي اه اللي مت مسحول واللي مت مفشوخ واللي مت مصلوب واللي مت متعلق ورضي الله عنه قتل رضي الله عنه وبرك الله فيه زبح رضي الله عنه والمبشر بالجنة الفلاني سلخ المبشر بالجنة التاني وكلهم بيضربوا في بعض وكلهم بيقاتلوا في بعض يمكن كمان بدأت اتعرف بقى على فكرة القصة الشيعة او الاخو المذب الشيعة يعني وعرفت تاريخية المذب الشيعة كانت مفاجأة بالنسبة لي يعني بدأت اعرف ان عندنا كتاب وعندنا مفكرين تناولوا هذه القضايا على استحياء زي طا حسين زي سلامة موسى زي اه الناس كتير جدا انا جيب محفوظ كل الاصدقاء دو صدمت بقى الصدمة الاكبر ان انا بدأت اكتشف ان الناس دي كلها اصلا كفار يعني كل القوامات العلمية والادبية دي اصلا ولا ولا بيدوسوا على الاسلام بجزامهم بيدوسوا على الاديان كلها بجزامهم بدا تعرف الكلام ده بقى من ناس كانت بتقعد معاهم اعداد خاصة يمكن يعني انا لا احمل يعني انا اعتبروني كذابي يعني انا اتكلم ببعبر عبر الله يمكن انا كل الكلام يعني محدش ياخد كلامي محشوم انت انت الصادق يعني وهذا الشيء بس كلها تعرفه يعني برضو محدش اغد كلامي صحة مية في المية يعني انا باوضح فبدأت اكتشف ان كل الناس دي اصلا بلاش الناس اللي هم اعطاها بلاش الناس دي العلماء المسلمين اللي هم واجعوا دماغنا انهم علماء مسلمين اللي يعني ابن سينة كان بيتوضح ويصلي خمس ركعات فبدأت اكتشف ان الناس دي كلها اصلا ما كانوش مسلمين دول يعني ابن سينا ده كان ملقب بشيخ الملحدين في وقته وزمانه. طبعا بقى هتلاقي الناس ده لاتتقول لك هو لم يكن ملحد بل كان رجوبي ومش عارف الكلام ده يعني بتاعنا. عموما يعني الناس دي يعني كويس ان احنا سمعنا على. يعني في انا اؤكد اؤكد للناس كتير. ويعني طبعا في ناس خبراء في التاريخ يعني والتراث والكلام ده هما اقدر مني ان هما يتكلموا. بس للاسف ما بيتكلموش يعني او صعب جدا نتكلم. بس بمسار لهم في يوم هنستضيف ناس منهم وهنقب مع ناس منهم هخليهم يتكلموا. انت عندك سابقة يعني استضافت من من كبارهم صراحة ويعني فشوا القلب مثل ما اقول. لا انا عايزة عايزة اقول للأصدقاء اللي بتتبعنا ان كل ده ولا حاجة. يعني انا اعدت مع ناس يعني انا اذكر مما اذكر اعدت مع واحد ملحد اسكندراني عنده حاجة و 75 سنة راجل عجوز ملحد. طبعا كان نفسي اسجل للحوار او اسجل اللقاء بس صعب طبعا او هو مش هيرضع مش هيوافق يعني. فكان الحوار دا. وقعدت مع ناس جديد جدا بالشكل ده و بالكيفية دي. طبعا ما بيقولوش الكلام ده على الملأ ولا بيقدروا يتكلموا فيه لان طبعا خطر جدا. فكانت صادمة كبيرة جدا بالتاريخ الاسلامي بصراحة يعني. بس زي ما قلت في البداية انا لم اتخلى عن الاسلام تحديدا. انا خرجت من الفكرة الدينية ككل. يمكن بعد كده بدأت تعرف بقى. بدأت تعرف على الاسلام. بدأت تعرف على المسيحية. اعرف ايه هي المسيحية بيقولو ايه يعني ايه فكرة المسيحية. اعرف عرفت بقى ان في مذاهب في المسيحية وبروتستانتي وانجليين ومش عارف كاسوليك ودول بيقولو مش عارف هي عزنة ودول بيقولو لا بيقدسه ده اكتر. ودي مش عارف اه دول بيحبوا الانجيل اكتر ومتازمين بيه اكتر. بدأنا نتعرف على كل الهبل ده وكل طبعا هبل كتير يعني. وانا يعني انا اشجع انا بشجع اي حد ان هو يعني لو خرج من الفكر الديني هموما يعني لا تهتم بكل هزا الهراء حاول بقى تشوف بقى ايه مجال علمي كده حلو تتعلم فيه. انا عايز تبقى خبير اقتصادي عايز تبقى دكتور عايز تبقى مهندس وركز مع العلم وفكك من اللي اللي ان هو هراء وبولشت زي ما بيقولو بالانجليزي وحاجة يعني اخر قلة ادب. بتعط بقى تقرى بقى ده عمل ايه وده سوى ايه والمسيح ماشا ازاي ومسيح طار ازاي وكان مش اهكلهم ايه يعني كلام كله على كلام عبسي وكلام يعني قلة ادب واعتقد اللي بيعمل يعني اللي بيشايف اللي بيقعد يتأمل في الموضوع ده وقال لك علم اللهوت يعني كله كلام في شنك في شنك وكلام يعني ممكن تاخد فكرة عنه لا بأس يعني لكن تضيع وقتك وعمرك في الكلام الفارغ ده في ناس متخصصة فيه يعني في ناس متخصصة تديك الموضوع وتديك القصة وده يمكن اللي بحاول اعمله بقى في البرنامج ان انا احاول بحاول اوفر على ناس انها تقعب بقى تمسك التاريخ مش عارف الطبري وتاريخ مش عارف ابن كثير وتفسير مش عارف مين وتقعب نضيع في وقتها وتضيع في امرأة الفاضي وهو اصلا كلام ما يستهلش ولا ما يستحقش ان احنا يعني نخوض في تفاصيل ونوع في معظمه كلام مقرف يعني حاجة مقرفة يعني يعني مش حاجة يعني تستمتع بيها يعني ممكن تقرأ من باب التاريخ الادب الفكر تعرف على الصقافة دي وانتقرأ بس المصيبة التانية بقى كانت مصيبة ربنا دي الفكرة الفكرة الاله ودي يعني اعتقد المفكر السعودي الكبير عبدالله القسيمي انا من وجهة نظري يعني بالنسبة لي على مستوى الشخصي هو فرمها يعني انا كتابات القسيمي فرمت فكرة ربنا دي خالص عندي خركت من كتابات القسيمي اقدر اقول ان انا يعني حطيت ربنا ده تحت جزميتي يعني تحت رجلي اه هو من الناس اللي شجعتني مثلا كتاباته يعني هو بس جنب كريسفور هيتشنز برضو الكاتب الصحفي الانجليزي العظيم جدا وكنت اتمنى ان انا قابله بس هو اتوفى امكان في 2012 بس من الشخصيات اللي اصلت فيها جدا من الشخصيات اللي الهمتني برضو فكرة ان انا اعمل برنامج واهتشجع ان انا اعمل برنامج كان كريسفور هيتشنز وكان الكاتب المفكر الصعودي العظيم والكبير جدا والفيلسوف واللي انا ادعي ان انا ادعي ان انا يعني من اكتر الناس اللي فهمة كل الكلام اللي هو بيكتبه في الكتبه ومؤلفاته انا يمكن انا ادعي ان انا اه لان انا حبيته جدا وحبيت كتاباته جدا وفهمته اوي وحسيته اوي والراجل ده عظيم او الراجل ده من القامات اللي للأسف مشواك ده حقاها خالص عندنا في مجتمعاتنا بس انا متأكد ان هايجي يوم سيتم تكريم هذا الرجل بطريقة يعني لما تصل لمجتمعاتنا العربية لكل الكلام اللي هو بيقولوا ده هيكتشفوا ان كان فيه واحد عايش من مئة سنة ولا من مئتين سنة اقدم لهم الخلاصة اقدم لهم فكرة راقي جدا ولم يهتم احد به فانا اشجعكم جدا انتم تقرؤوا كتابات عبدالله القصيمي للي ما عرفوش او للا اول مرة يعني يسمع عنه من خلال الحلقة بس دي قصة يا سيدي شكرا اسماعي شكرا عالتوضيح المعمق بصراحة يعني وانا اضم صوتي لصوتك انه ناس تقرأ العبدالله القصيمي الرائع العظيم يعني اللي سبق عصره بصراحة يعني انا متفائل اكتر منك سماعي انه قريبا راح الناس تعرف تعرف مين هو عبدالله القصيمي وقريبا راح يكرموا الشخص على جرؤته في وقته يعني وانا اضم صوتي لصوتك صراحة انه انه بجي بسألك في اخصوص المسلمين يعني اذا قرأت له آية من القرآن وخربطت مثلا بتشكيلة حرف بيقولك اترع يا جاهل انا لن اقرأ هذه الخرافات اروح الخرافات حط اقبرة بمسبلتك انا ما لازمتني اصلا اذا بدي اقرأ خرافاتك وخرافات المسيحية وخرافات البوزية وخرافات أطغال أفريقيا وخرافات فلان انا بدي اضيع عمري ورا الخرافات يعني انا ماني مستعد اقرأ خرافات انا اللي بيهمني بشجع الناس تقرأ العلم تقرأ النظريات العلمية اللي وصلوا للناس حاليا يعني خرافات الخرافة خرافة يعني وسق وسق يعني مهما كان مهما جمالته بيتم وسق طب اسمعي خلينا نروح لمسألة البرنامج يعني بصراحة بوقت الانت سويت البرنامج كنا اصدقاء على الفيسبوك يعني اظن ب 2012 انا تعرفت عليك بوقت الساعة ما كان في برنامج اسمه بط الأسواد وكنت اشوف ملف اسماعي لكتير حرك بده يساوي قوانين وبده يساوي بالنهاية طلعنا برنامج البط الأسواد هالبرنامج كيف لجيت وشو الاسباب اللي خلتك تساوي هالبرنامج وشو الوسائل اللي شجعتك تساوي هالبرنامج وهدفك من البرنامج تفضل يمكن انا مش حنسة الفترة اللي انا كنت بدور فيها على ناس اناقشهم وينقشوني ويندردش مع بعض يعني كانت الفترة دي كانت صعبة جدا انا مش تلاقي حد انا مكبر الصورة بتاعتك لو الصوت راح اعمل لي اشارة بيدك بس كده هشوفك فلما اصتقرت الامور بشكل كبير انا الاقي ناس كتير بتسأل يعني ناس كتير زى شبه افتكر نفسي وانا بادور على الاجابات او انا بداور على حد اتناقش معاه مش فيك أنه بضع على إجابة قد ما أنت عايز تلاقي صديق أو رفيق أو شخص يشاركك الهم أو يشاركك الفكرة أو يشاركك البحث فكل واحد بقى بيكلمني أبدأ بقى 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 لينكات أو مقالات أو كتب أو 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 موضوع كان صعب يعني ففكرت فكمان كان ظهور الفكرة يعني كان نفسي أعمل محتوى أو أقدم حاجة يعني أو أعمل شيء أو أقدم يعني يعني إزاي يعني أنا أنا عشت 27 سنة من حياتي مثلا أعرف كل ما أعرفه لأن هذا هو فقط ما يقال ولا يوجد أي شيء آخر يقال غير هذا يعني حتى على مستوى الكتب حتى على مستوى الإعلام حتى 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 طيب أكيد في ناس كتير زي بردو لن تخوض في أو مش هتعرف أي حاجة طول ما هي محاطة بالفكر الديني أو القصص دي من كل الاتجاهات مفيش غيرها فكان في حافظ الشرارة اللي أطلقت البرنامج كان حلقة كان عاملها الإعلامي الكبير عمري أديب وكان بيتكلم فيه عن الإلحاد وكان جاي بمجموعة أفراد بيتكلموا فيها بيناقشهم يعني يعني الإلحاد هم كلهم إسلاميين يعني فكان فيه ناس بتحاول تتصل بعمري أديب تبعث له على تويتر ملحدين يشاركوا في البرنامج أو يشاركوا في الحلقة فكان الإسلاميين اللي أقولوا لا 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 ما تقولش ما تقولش ما تقولش الكلام اللي هم عايزين يقولوه ما تقولش التويتات بتاعتهم ولا رسائل بتاعتهم فانت نرفست جدا من الموضوع ده أنا ما بعتلوش حاجة يعني بس هم رفضين يسمع صوت أي شخص من الفئات اللا دينية أو شخص لا ديني أو ملحد حتى أن فكر أن هو يوصل رسالة أو لعمري أديب في الحلقة يسأل سؤال أو يجاوب على حاجة أو يقول وجهة نظر حتى ده رفضينه فالموضوع ده استفزيني جدا فقلتوا يعني أقسمت أن أنا لازم أعمل بقى إيه؟ هعمل لدين أبوهم إعلامي يعني هعمل بقى عمري أديب فيه لازم أعمل عمري أديب هم هم مش منعين مش محجمين على الملحدين طب أنا بقى يردين الكلب هعمل برنامج وهعمل إعلامي وعبقى في تليفونات وملحدين هيا يا أستاذ ملحد هيا تفضل بتقولي يا ملحد هيا يا أستاذ لديني يا كافر هيا أنت كافر أهلا وسهلا نورت البرنامج فقررت أن أنا يعني بقى إيه مش عارف فيه أمثلة كتير مصرية بس مش حاضرني الأمثلة كلها فقررت أعمل ده يعني بس طبعا كانت المشكلة كانت المشكلة الأساسية بقى إن مين اللي حيوافق ويسجل معاه كانت دي المشكلة الكبيرة طبعا بدأت أفكر بقى في الأصدقاء اللي هم عايشين برا العالم العربي أو برا العالم الإسلامي ويقدروا أن هم يسجلوا واتجهت الألبير صبر سألته اتجهت صديقي عماد الدين حبيب كان شخصية شجاع بصراحة عماد من المغرب مؤسس المجلس المسلمين السابقين في المغرب وفي لندن حلال عندكم فسجلت مع ألبير سجلت مع عماد كلمت مع علياء المهدي ووافقت علياء ويعني تحمست الفكرة ظهور علياء كان حاجة كبيرة يعني فسفكرة يعني قد زخم في البداية كده زخم جميل إن علياء المهدي موجودة ببرنامج اسمه البطل اسوك بيستضيف ملحدين فالموضوع أخذ زخم يعني البرنامج أخذ زخم أنا ممكن بادئ الموضوع بقدم رجل وبأخر رجل مش عارب في أعمل إيه بقى الأدوات اللي كانت معايا طبعاً الأدوات اللي وقتها يعني جهاز الكمبيوتر موت أهالك يعني لو أنا كان نيس يصور جهاز الكمبيوتر اللي كنت اشتغل فيه الفترة دي لأنه هو كان مصحك يعني كانت تعارفين فيه ماثر الكمبيوتر بيقى فيه جوه منه حاجة اسمها ماثر بورد اللوحة الأم هو الكيسة فأنا مكنتش عندي الكيسة دي أصلاً فالماثر بورد دي كانت بره كده حاطت كارتونة وفقيها الماثر بورد فكل ما أعوز أشيل الكمبيوتر لازم أفصله وأشيل حاجة حاجة منه عشان ماقدرش أنقل الكله على بعضه ماثر بورد الوعداء كي بورد الوعداء كانت مشكلة يعني فبس بدأت بدأت رغم سوق التسجيل في الوقت ده والإنترنت بطيء طبعاً جداً وبسجل في البيت وده مشكلة كبيرة يعني ماما تتعارك معي الجيران من الأرايب يعني يعني تعرف بقى إلى حد ما تعرفت في العيلة يعني من اسماعيل ما كانتش لسه بقى الحلقة بتاعت التلفزيون دي بس بعد المرحلة دي آه جات بقى فقال فهنا فبدأت بقى يعني كان هنا كان هنا القرار وكانت هنا البداية وبدأت فعلاً في البرنامج كان موضوع صعب جداً لما كانش حد بيوافق يسجل بيخافه يعني ما كنتش أعرف ملحدين كتير ولادينيين كتير زي دلوقتي طبعاً ما كانش اللادينيين كتير برضو زي دلوقتي أو المؤهرين او بيعرفوا في موقفهم طبعاً زي دلوقتي كان الموضوع صغير جداً او عداية قوي يعني آآ بس صراحة يعني مع مرور الوقت ما بقتش ملاحق انا جات عليها فترة زي ما انت جيت قلتلي قلتلي مرة عشان قلتلي انا كل يوم هسجل الحلقة كل يوم هسجل انا جات عليها فترة بقى الموضوع بدأ يبقى كده معي خلاص رسائل كتير وناس كتير عايزة تتكلم وناس كتير عايزة تسجل وما كنتش فعلاً بلاحق فهيدي قصة يعني بتاعت البرنامج البطل اسوي طيب آآ اسماعيل في حدا تصل فيك مثلا بسبب برنامجك بسبب شخصيتك بأكوارك ترك الدين وصار ملحق فيه عندك قصص اذا بتحكينا اياها فضع يعني ناس كتير يعني يعني ناس كتير ما اما لأ لأ يعني اللي حصل يعني المواقف دي كتير جدا بس يعني مش فاكر حاجة مثلا يعني من ضمن القصص مثلا كان فيه جاري في الشارع واحد في الشارع جاري اصدقاء احنا لحد النهاردة ده واحد من الناس اللي تخيلت عن الدين يعني دون ذكر اسماء ده واحد برضو ده واحد من الناس يعني ما كنتش توقع يعني لأ 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 حد جاري عند موقف من الدين بسبب بسبب نشاطي يعني او الى حد ما بسبب النشاط متاعي ناس كتير بتكلمني يعني اعتقد فيه يعني يعني لي الصديق مثلا بقجيره تحية كبيرة جدا ليه صديق يعني من ضمن الاصدقاء احنا اصدقاء جدا حليم مش عايزة اجيب مش عايزة اقول اسمه هو بسبب البرنامج يعني اخذ موقف من الدين واحنا اصدقاء لحد ونكدنا دايما بنتواصل مع بعض ففيه قصص كتيرة يعني اممكن اغلبها بتبقى يعني يعني لا تحضرني حد شخصية حد ما بس كتير جدا ناس البرنامج شجعهم يعني كانوا يعني فكرة ان هو عرفهم شجعهم خليهم يتكلموا اصلا الهدف برضو مش الهدف او مش الهدف ان في حد يسيب الدين الهدف ان احنا نتشجع فعلا ان نفكر نتشجع فعلا ان نتعمل بموضوعية مع الاحداث والتاريخ وهو الاخره لأن القرار ده يعني انا بالنسبة لي قرار غير مش مهم القرار نفسه يعني مش مهم الاهم ان احنا نخوض التجربة لانها تجربة غنية جدا بمعارفها بمعلوماتها زي ما انت برضو قلت لي بالتسجيل قلت لي انا كنت فاكرة الموضوع سهل بس اكتشافت ان من التجارب اللي تقاليتلي اكتشافت ان فيه ناس بتعاني وناس بتعيش سراعات ونسبة فالموضوع فعلا القرص الديني تقيل جدا في مجتمعاتنا وتقيل جدا في عقولنا وبيكون بيكون 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 جزء اساسي من شخصيتنا ومن سايكولوجياتنا النفسية ومن حياتنا الاجتماعية والعملية يعني فبيبقى فكرة تتخلى عن ده او هذا يتغير ان الوضوع مش سهل بمجود كبير جدا ومش كل الناس محظوظة زينا يعني ومش كل الناس لديها القدرة يعني اه صحيح للأسف يعني والصديقي اسماعيل للأسف في ناس بتعاني كتير يعني انا بالنسبة لي حكيت له قبل التسجيل كنا عم نحكي انه مسألة اللي حاد اجت معي يعني بقرار سريع وما احتشت انه ادخل دوامة الخوف ودوامة البحث هاي اسماعيل قبل التسجيل كنا عم نحكي عن المثالية عند الملحدين يعني الحلول المثالية اللي يطرحوه الملحدين يعني يعطوه متل ما قالت انت يعني يعطو الشيء اكتر من حقه يعني نحن شعوب متخلفة ويريدون قادتنا يكونوا من الطلاق من السويسرا يعني شعب افغاني وقادت من السويسرا هل يصلح؟ أريد تحكينا عن المثالية بالفضل كفار ملحدين صرفي ولكن احمد بيعالج يعني ليه وجهة نظر مختلفة عني في بعض المواضيع تختلف عني انا بعد رغم من كده احنا اصدقاء واصحابه فالميزة الميزة من زدنا احنا كعلمانيين ان احنا منختلف عن بعض وده شيء كويس جدا بس من اكتر العيوب اللي انا بشوفها بصراحة فينا احنا كعلمانيين او كملحدين او يعني خلينا نقول كعلمانيين يعني لانها دي الشريحة الكبيرة يعني ان احنا في فيه شق كبير جدا مثالي عمداني يعني وعلى فكرة ده ده شيء مش يعني انا بشوف الممكن يبقى خطر كمان لان المثالية دي جاي من فكرة الديني عموما فكرة المثالية او الفكرة الحلول اللي هي النهائية والحلول الجميلة جدا دي او الحلول اللي هي مبتازة ده فكرة ديني يعني فكرة جاي من الدين اصلي يجب أن نتحلق بالموضوعية يجب أن نتحلق بالواقعية ويمكن دي النقطة اللي أنا اتكلمت معاك فيها قبل تسجيل أنا بشوف يمكن أن إحنا كمجتمعات عربية إحنا لن نستحق فعلا الحياة اللي إحنا عايشانها بمعنى يعني أنا الميكروفون اللي بكلمك منه ده ميكروفون صناعة غربية الإضاءة اللي أنا منورني المكان الكمبيوتر اللي أنا بكلمك منه الإنترنت حياتنا كلها التيشيرت اللي أنا نابسه ده مكنة الحلاء اللي أنا حلقة ديها دي كل الحاجات دي احنا فعلا لا نستحق بلاش بلاش كل الكلام اللي أنا قلته ده فكرة البرلمان فكرة الدستور فكرة الدولة فكرة القوانين المدنية كل الحاجات دي فعليا فعليا احنا لا نستحقها احنا ما عملناش حاجة عشان نحصل على كل الحاجات دي الحاجات دي كلها فردت فرضا علينا مفروضة علينا يعني أنا أكاد أجزب أن فكرة القانون والقاضي والقانون المدني والجزاءات والعقاب والعقاب وكل المنظومة دي منظومة القداء ومنظومة الشرطة كل المنظومات والمؤسسات اللي موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية هي أكثر مما نستحق ده الواقع إحنا شعوب جهلة خليني أتكلم على مصر بما أني مصري عشان ما حدش يزعل مني من المصدقاء اللي في الدول المجاورة الشعب المصري مع احترام الشديد أنا واحد مصري أنا ابن مصري وأنا مصري بس مع احترام الشديد لكل إحنا شعب جاهل إحنا مجتمع جاهل فعلا فعلا إحنا مجتمع جاهل جدا جدا إحنا الرئيس السيسي اللي هما بيقولوا يعني كتير جدا بينتقدوه أنا من وجهة نظري أنا شايف إن الرئيس السيسي ده كتير علينا يعني إحنا ما نستحقش الرئيس السيسي إحنا نستحق واحد زي مع احترامي برضو شخصه واحد زي مرتادة منصور واحد زي إبراهيم توفية عكاشة إحنا نستحق ده وربما هذا الشخص يعني واحد زي توفيع وكاشر أو مرتضة منصور هو أكثر مما نستحق بقى يعني دول يعني احنا ما نستهلش كمان واحد زي توفيع وكاشر خسارة فينا توفيع وكاشر الاستاذ توفيع وكاشر خسارة في الشعب المصري ده الحقيقة دي الواقع انت لو بتتفرجوا على البرنامج فيه برنامج اسمه موزيع الشارع من وكالة صحفية اسمها دوت مصر بينزل يسأل للناس في الشارع بالميكروفون كده والناس تتفاعل معه والجو لو تشوفوا مستوى مستوى الردود ومستوى التفاعل والكلام اللي بيتقال انا ده شعبي ودول اهلي ودول ناسي انا مش بقلل منهم بس انا بوضح حاجة لما بلاقي حدي جاي بتكلم على القوانين واحنا لازم نتغيره ومش عارف قانون ايه ولا للتعذيب ولا مش عارف انتو تشكروا الظروف اللي خلت عندنا فيه حاجة اسمها جهاز الشرطة يعني احنا لان نستحق التهازم احنا ما نستحقش حاجة اسمها جهاز الشرطة وما نستحقش حاجة اسمها البدلة بدلة الظابط بيلبسها دي هذه رفاهية أنا أرى أنها رفاهية نحن لا نستهل نحن نستهل أعداد العرب عندما يحلوا المشكلة كده كلام ودي مثلا مثلا يعني الإسلام يليق بنا التعليم الإسلامية والحدود الإسلامية بتاعت الجلد والزبحة والقطع اليد والشيء هي دي اللي تليق بمجتمعاتنا ومستوى المستوى الثقافي والمستوى العلمي يريق بالحاجات فأنا أستغرب جدا يعني أنا مثلا لو بصنا على خطاب أو خطابات أو حديث السيسي اللي بتكلم فيه عن الثورة الدينية أنا زهلت أنا زهلت لما سمعت الرئيس الجمهورية بيقول الكلام ده أنا لو أطلع أقول الكلام ده في التلفزيون هاتهم بالعمالة والخيانة وهيتكفروني وهيترضوني من التلفزيون لو طلعت وقلت أننا محتاجين ثورة دينية زي اللي سيسي قالها كده مثلا يعني فأنا مش عارف انتقاد الانتقاد الشديد لمؤسسات الدولة أو الانتقاد الشديد يعني إحنا 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 لما نفضنا الإخوان المسلمين إحنا رفضناهم ليه يعني عشان ما طبقوش القانون لا رفضنا ويجب أن ده يكون واضح يعني يعني إحنا رفضنا لفكرة وجود الإخوان المسلمين أو التاريخ الإسلامية ليه؟ كان إيه سببها يعني يعني الناس قد هترجعنا الوراء ألف وعمائة سن ألفين سن فكرة سوداء وفكرة ففكرة إن إحنا ده السبب وراء يعني إن إحنا ما صدقنا الولدين الكلب دول يغوروا مثلا يغوروا من حكم مصر ولكن أنا إيجي أنتقد دلوقتي يعني مؤسسات أنا شايف إن هي خسارة أصلا فينا إحنا ما نستحقش ده ده الحقيقة والكلام ده أنا بشوف أنه ينطبق على بقية المجتمعات والدول المجاورة يعني فأتمنى إن إحنا نكون أكثر عقلينية إن فكرة التغيير نفسها فكرة إن إحنا نغير الواقع بتاعنا ده مش حتيجي يعني إحنا نشيل السيسي ونجيب واحد تاني إحنا نشكر الظروف جدا إن إحنا عندنا واحد زي السيسي ده ونمكن الكلمة دي تقالتلي من أصدقاء كثير جدا من العراق يعني من العراق قالوا إن إحنا نحسدكم على السيسي نحسدكم ونروحوا بصوا على العراق إحنا ما نفرقشها كثير يعني الشعب المصري ما يفرقش كثير عن الشعب العراقي والحاصر حاليا في العراق أو الحاصر حاليا في سوريا ما يكون لأ واحد يقول لك لأ إن في العراق في شيعة وفي مش عارة في سنة احنا عندنا في مصر مليون طايفة مليون وعندنا بلاوي سود بس كله مش ظاهر يعني او ما خدش حرية وان هو يظهر لو فكرة ان انت فكرة ان اقولك اه لا احنا عايزين مش عارف رئيس مدني احنا عايزين رئيس مش عارف ايه احنا لو جبنا رئيس من لو جبنا باراك اوباما لحكم مصر لن يقدم شيء لان هي مشكلة مش في شخص رئيس جمهورية ولا في شخص لازم نفهم لازم نعرف ايه يعني لازم نعرف ازاي تحل المشاكل دي مش بالطرق اللي هي نشير رئيس ونجيب رئيس تاني ويعمل انتخاب احنا عملنا انتخابات مجلس الشعب شفتوا الاشكال اللي قتلنا في مجلس الشعب يعني ممكن لولا 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 شوية النواب اللي حطوهم السيسي وضع يد كده في مجلس النواب كان عندنا كان عندنا مجلس شعب كوميتي مسرحية يعني زي كده نوعنا نتفرج عليه زي زي سك على بناتك ولا شاهد ما شافش حيك انا هم الفرج على البرلمان المصري ده اللي ايه مفروض ان هم الصفوة صفوة المجتمع اللي هيحط التشريعات والقوانين اللي هتمشي البلد هم دول بالضبط اخي اسمعين يعني انت قلت الشعب السوري ولا شعب المصري ولا شعب العراقي صدقني يعني طينة واحدة وثقافة واحدة ويعني ما اظن بيفرقوا كتير يعني مصر كان ممكن كتير يعني المسيحية والمسلمين يساوا حرب اهلية يعني شكرا للظروف متل ما بقولوا مصر اقل الشي مصر هي هي النواة يعني العالم الاسلامي انه ممكن تصير مسل نشكر الظروف ان ما صارت حروبا انا انا احب اقول للشباب اللي هم الصوار لان الشباب الصوار انت لو عايزين فعلا هدفكم تغيير صدقوني المصارات اللي احنا جربناها ومشينا فيها وانا كنت واحد من الناس دي يعني انا مش عبقالي كمان ومتاخدوش كلامي ان انا يعني بنظر وان انا بقول كلام كبير وان انا فهم كل حاجة انا ممكن يبقى وجهة نظري كلها غلط بس المصارات اللي احنا ماشيين فيها فكرة الطريقة الكلاسيكية بتاعت الصوارات بتاعتنا دي انا دي طريقة فشلة ولازم لا يجب ان ناعي هذا احنا عاديين نوعي الناس دي احنا ان الشعب المصري كل لو سألته يعني ايه قانون او ايه قوانين او او يعني ايه يعني ايه يعني امتى يتقمر علي وامتى اتفتش الشعب المصري كله ما يعرفش حاجة عن القانون القانون انتو بتهاتوا في مش عارف مما ينفعش نقبض عن ناس كده ومش عارف محدش فيهم اصلا ايه قانون الناس كلها فاهمة دي فيا ريت يا صوار اللي عايزين فعلا تغيروا عرفوا الشعب المصري ايه هو القانون عرفوه القانون على الاقل حنقدر احنا هتقدر هيقدر يوقف قدام الزابط المرتشي او الزابط اللي سايكولوجيته مش مزبوطة ويقدر يرؤيا يخدوا ايدي معي لكن احنا شعب جاهل حتى بالقانون احنا شعوب جاهلة يعني اتمنى فكرة التغيير وفكرة الصورة تكون صورة على افكار اه صورة لتعليم الناس اه افتحوا مدارس اعملوا مدارس قانون بكلم بكلم الشباب السوار اللي بيقضوا وقت كبير جدا من اجل حلم التغيير انا لا اشكك في نوايا احد ولا اشكك في اهداف احد بس المسارات بتاعتنا غير صحيحة على الاطلاق صحيح صحيح حق اسماعيل انا يعني اشجع انه انه الناس يا اخي قبل ما تعرفوا تفرضوا القوانين عارفونا قلة شي سبب الجهل ليش نحنا الجهلة ليش شعوبنا في في حروب في زيل الامم يعني الطبقة المثقفة خلينا نقول فهموا الناس ليش هو بترجع كل شيء بثقافتنا العربية الاسلامية بترجع للإسلام يعني للدين للغيبيات لما تخلي الانسان العادي يتخلى عن الغيبيات هداك الوقت ممكن تحكي بقوانين تحكي بقوانين ممكن يتفاعلوا مع كل الناس يعني عاكل حال انا بشجع اصدقان انه يكتبون هم الأسئلة تحت الفيديو على فكرة انت كمان لما تيجي تقول كده بقى لما تيجي يعني مثلا انا لما اقول مثلا اتكلم بالشكل هم بيشوفوه شكل ايجابي يعني السيسي يقولك بص اول بحد بيتهمك الاصدقاء هم يقولك العلمانيين والاحرار وحرية الفكرة يقولك انت انت ايه انت دولاجي انت ارهابي انت واقف مع مش عارك انت بتعرس السلطة يعني حتى هم حتى الاصدقاء الهم بيتبنوا الخطاب التنويري والعلماني والحرية الرأي والتعبير هم اصلهم بيقمعوا اي حد يخالف رأيهم يعني يقولك لا انت كده انت كده بتعرس للسيسي انت كده مش عارف اه ايه عشان ما يتقبطش عليك ولا عشان ما يحدش يحكم عليك ولا عشان ما تاخد بالك يعني اول حد بيتهمك او اول حد بيرفض فكرة ان انت عليك وجهة نظر في اللي بيحصل هم للأسف يعني للأسف ايه؟ اصدقاء اللي محسوبين على التيار العلماني محسوبين على الطيار وأنا بستغرب جداً اللي بيقعد ينظر ده ويقول لك رئيس ورئيس اللي مش عارف رئيس زاد القمع في عصره وده محسوب على الطيار العلماني ومحسوب على أصحاب الفكر وأصحاب الثقافة يعني أنا بضحك أنا بضحك فعلاً لما ألاقي حد كده المفروض أنه هو شخص يعني عاقل وفاهم وعارف مدى مفروض يعني يكون عارف مدى الجهل المستشري في جسد المجتمعات بتاعتنا المجتمع المصري متفاهم يعني متفاهم مدى الجهل وجاي ينتقد مثلاً وجود السيسي لا أنا بشكر الظروف ده أنا يعني أنا لو كنت مازلت مؤمن ومسلم كنت طول النهار أفضل أصلي لربنا شكر على وجود شخص زي السيسي كده في صدت الحكم في مصر يعني بس ده كفاية كفاية الكلام كده صدقني إسماعيل أنا أنا أتمنى يكون عنا السيسي سوري بصراحة يعني أتمنى يكون عنا السيسي سوري أنت شفت اللي شفت اللي بحصل شفت انقسام أنا معاك يا سيدي الجيش مني البزلتين ميلا وفيه فساد وفيه فيه 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 بس يعني أنا يعني مؤسستنا العسكرية كويس انها مسكة نفسها كويس ان ما حصلش اللي حصل في سوريا انت عندك دواتي في سوريا لوقات جيش انشقه مش عارفه لكن انت عندك جيش المصري النهاردة محاديش حاجة اسمها انشقاك مفيش حاجة اسمها الكلام الفارغ اللي حصل حوالينا في كل حال وإحنا كنا يعني قابلين ان دو يحصل يعني مش ان احنا يعني يا جات معانا كده بيلدك يا جان مش ان ايه يعني محسوبة ولا يا جات معانا بالحظ يعني مش فكرة انا بيرأي الشخصي طبعا يعني الجيش المصري فيه فيه نوع من الوطنية من بدايته يعني طائفية ونوع الطائفي الزخم الطائفي ما فيه يعني الجيش السوري باختلاع بالجيش السوري انا خدمت فيه وكنت عسكري بالجيش السوري يعني الطائفية الموجودة بالجيش السوري يعني جيش طائفي بكل معنى الكلمة وللأسف الشديد وكله نبع من ثقافتنا الغذرة هاي الثقافة الإسلامية طيب اسماعيل نحن قرينا لك كتير بوستات عالفيز انت لا تكره اسرائيل اه على اول اتغنيت غنيت اسمه هذا انا غفل اسرائيل اهه شابال عبد الرحيم عبار عبد الرحيم اسماعيل لا يكره اسرائيل ياريت تعطينا وجهة نظرك عن دولة اسرائيل في كتير ناس هاجموك يا اسماعيل انت بتحب اسرائيل وانت قدس اسرائيل واسرائيل دولة اسرائيل عنصرية واسرائيل بتقتل وتضرب ياريت تعطينا وجهة نظرك انت شخصيا كاسماعيل عن دولة اسرائيل في هالمنطقة هاي تفضل انا بصراحة بستمتع اوي بكايف اوي لما يقولولي انت صهيوني انت صهيوني انت بكايف ببسط انت واقف مع الدولة الارهابية اقول له ايوة انا ارهابي يقول لي ان انت تريد انت شايف ان اسرائيل انت مع اسرائيل تبيد اقول له ايوة تبيدكو كليكو عن بكرة ابيكو يعني فكرة يعني ناس مش عارف انا ناس بتفكر ازاي مش فاهم ان المشكلة ان هم يقول لك ايه يقول لك انت ايه انت ااااااااااااااااااااااوا على الملحد والملحدين منشتات التعبير برضو والشعارات اللي اما عفظينه و جايين جايين برضو من الاصولات الاسلامية و حافظين الشعارات أنا لا أكره أنا لا أحكم على لا أحكم على أي حاجة بمشاعري وبمشاعر الغضب وأكره وأحب أنا لا بكره إسرائيل وأنا بحب إسرائيل أنا بتعامل يعني منتهى الموضعية أو بحاول أننا أتعامل بمنتهى الموضعية والعقلانية أقل عقل يعني أقل عقل أقل عقل لو فكرنا كده بشكل بلد 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 ستين سنة ستين سنة وجدت من لاشي وجدت من لاشي بقى في دولة وبقى الدولة لها اعتراف من العالم كله بقى دولة يضرب بها المثل النهاردة هيقولك بقى مش عارف ايه وفيها عنصرية وفيها ما لكن بقى الدولة من لاشي لا يستحق هذا القليل يعني احترم عدوك يا اخي احترم عدوك ولا انتو ما تعرفوش الثقافة دي ما تفهموش الكلام ده احترم عدوك انا احترم اسرائيل انا احترم تجربة اسرائيل دولة وجدت من لاشي ماشي داست على الفلسطين قتلت وعملت وسوت انا ما عنديش مشكلة بكل ده انا بتكلم على دولة حفظت اوجدت نفسها وخلقت نفسها وعملت كيان من لاشي يقولك اصلي مش عارف ايه اليهود اصلي اليهود شطرين اليهود متحكمين في المال في الاقتصاد العالمي اليهود ماسونيين طب يا ريس ايدي ياريتني بقى ماسونيين زيه يقولك اسرائيل دولة دينية انت ملحد وبتدافع عن دولة دينية يا اخي اسماعيل انت بتغلط نفسك طب يا اخي ياريتنا ياريت العالم كله يبقى دول دينية زي اسرائيل انت دولة يعني ايه دولة ديني مش فاهم يعني ايه دولة يعني انت عايز تقولي ان اسرائيل زي السعودية مثلا انت ده اللي انت عايز توصلهولي مثلا يعني يقولك اسرائيل دولة قامت على قامت على الديانة اليهودية بص احنا حفظين منشتات يعني انا احترم التجربة تجربة اسرائيل ما عايز تقولي ان اسرائيل فيها عنصرية مثلا بيعمل مش عارف الناس ايه بس العنصرية موجودة في كل مكان في امريكا فيها عنصرية في اوروبا فيها عنصرية مش حنين يعني انا مش بقولك اسرائيل دي الجنة او الدولة الجنة ولكن مقارنة المنطقة قارن يا اخي اسرائيل بالدول اللي طب بلاش دي بلاش دي الدول الدول التي يقال عنها عربية دي كلها دول مش عربية احنا كلنا كلها كلنا تم احتلالنا احتلال عربي اسلامي من الف سنة ولا من الف ومتين سنة تم احتلال ليه مش منتكلم على الاحتلال موضوع اختصاب للارض واختصاب للفكر واختصاب احنا اختصبنا من الف ومتين سنة الف وثلاثمئة سنة على ايد الاحتلال العربي الاسلامي أو ما يقال عنه بفتح العربي الإسلامي الفكرة أنا مش أنا 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 مش معا أن إسرائيل تقتل أو أن أنا بشجعها أنها تقتل يعني مبسوط أن الفلسطينيين بيموتوا وعلى فكرة أنت الكلام ده برضو ناس ما تعرفوش عني أنا متربي مع الفلسطينيين أنا أعز أصدقاء عمري كلهم فلسطينيين أنا عندي من سن ست سنوات أو من سن سبع سنوات أصدقاء عمري هم فلسطينيين في الأصل من نابلس ومن خليل ومن طول كرم يعني أنا أصدقاء حياتي كلهم فلسطينيين فمحدش بقى يزايد ويقول لك ده صهيوني ويقول لك ده مش عارف ده ممول يقول لك ده بيناقض نفسه مع دولة لا يا أخي إسرائيل إسرائيل ليس دولة دينية إسرائيل ماشي قايمة على الحلم الفكرة الدينية والفكرة التجميع اليهود وأرض المعاد ولكن الناس اللي كونت إسرائيل دي أصلا لوضع الحجر الأساس ده كلهم كانوا كفار ولدين كلب مرحلين أو إن كانوا يحسبون على اليهود أو يحسبون على القومية اليهودية أو الأخير ففكرة إن إحنا نعادي من أجل المعاد أو نتعامل مشاعر مع حاجة زي كده أنا يعني رفضها تماما بس للأسف يعني خلينا نشوف الزمن اللي يأخذينا إسرائيل يعني يعني نوم ما هو ما بيشوفش اللي حاجة واحدة بس يقولك ده دي هدمة ديوت الفلسطينيين دي هدمة بيس عارف بيس يعني يا أخي أنا مش فيها وحدة عربية أو ما مش وحدة عربية بقى كل الأراضي العربية الإسلامية دي ما عرفتوش تعملوا فيها أي حاجة وهي دي حتة الأرض تعملوا فيها يعني حتة الأرض الصغيرة دي بقت أحسن دولة بيزرعوا فيها وأحسن دولة ببحث عالمي على مستوى المنطقة بقى تأخذت مرتبة على مستوى العالم النهاردة إسماعيل في عندنا ابتصال من الأخ علي العراق أخي علي مرحبا مرحبا جان أهلا وسهلا يا أخي علي تفضل أخي علي إذا في عندك أسئلة لأسماعيل في عندك مداخل تفضل في البداية طبعا يا جان أنا أشكرك وأشكرا لأخي إسماعيل على هذا الحديث الشيط وبصراحة يعني كلام جميل وواعي إسماعيل يعني بصراحة لا يمل وبرنامجك أيضا لا يمل نحية أيضا لمشاهدي هذا البرنامج من أينما كان هذا البرنامج الواعي والواعز والذي يمثل كما أسلفت في إسماعيل سابق أنه نقضى الظلام وسط ركام من الظلام الذي يلف منطقتنا العربية كاملة بالحقيقة يا أخي جان أنا يعني بالبداية بودي أنا أثبت نقطة أساسية يعني لو تسمح لي فضل فضل النقطة الأولى شوف إحنا لقاشنا الآن بحوارك أنت وإسماعيل كيف يعني يتسم بالعلمية يتسم بالهدو يتسم بالمنطبية يبتعد عن الصراخ والزعيق الذي أعتاد عليه المنبريون وأعتاد عليه خطباء الظلام كما أسميهم تشتت فيه الأفكار وتضيع فيه السمرة يعني يخينا الآن الساعة وأنا أتمنى أن يطول البرنامج بعد ساعتين يعني معيونك رح يطول ساعتين وثلاثة إذا صنعونا عند وقت يعني 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 بلا ملل أقصد يعني ساعتين ثلاثة من رغم أن الوقت تأخر بلا ملل لماذا لأن هذا النوع يعني من الوعي من نقطة استمار هذا الوعي ونحن بحاجة إليه بحاجة ماسة بحاجة ماسة وشديدة لهذا النوع للنقاش الهادي بعيد عن العقد بعيد عن يعني المشاكل النفسية وردود الأفعال ومشاكل ذلك والأحقال إنما هو مشروع جميل تنويري فعلى كل حال أنا أدهم أو مفهوم أساسي في هذا المجال إنه إحنا كتنويريين لا مشكلة لنا مع فكرة الله لا مشكلة حبيبية مع فكرة الله يعني أن يكون هنا إنسان يعتقد بالله فلا تمثل العقدة كإداء أمام يعني التحرك وأمام مجتمع رشيد ودولة عادلة لا تقف هذه الفكرة أمام تقدم المجتمع والدليل على ذلك إنه كثير من البلدان المتقدمة الشعوب يعني على كل حال أعوام الناس تؤمن بمعتقدات معينة يعني في اليابان لا أبدا الأغلبية من اليابانيين الملشدين مثلاً أو ربما عدهم اعتقادات غيبة كيف تكون هذه الاعتقادات ممشكلة بس في كل الأحوال إنه لديهم عامة الناس لديهم بعض المعتقدات يذهبون إلى معابدهم يقيمون كرمفالات احتفاليات هذا ما يصلنا له يعني من خلال مشاهدات يعني عبر وسائل الإعلام طبعاً أنا لا أذهب إلى اليابان ولكن أعتقد هاك الأصحح حولي أن أخبر أنا أستفنماً ولست يعني أرقي فكرة معين ولا يهمني في عندك شي أسئلة للأخص معين نعم عندي سؤال الأخ اسماعيل أنه ما أكمل فكرة يعني كيف أنه هل صدم بعدنان إبراهيم لأن قطع الصوت طبع الاتصال بهذا اللاحظة هو وصل إلى أنه تنبه إلى وجود الشيخ عدنان إبراهيم وبدأ يتابعها وبدأ يعني يعني يلتقي به مثلاً بطريقة أو بآخر أو يستلهم منه أظن كان يسمع مناظراته يسمع محاضراته فقط يعني أظن لكنه لم نفهم فيما بعد يعني هل هو صدم هل هو يعني الذي حصل بعد ذلك يعني كيف تطور الفكرة عنده بعد عدنان إبراهيم بعد اللقاء هل هو بعد ذلك تجاوز هذه مرحلة عدنان إبراهيم لا ما غيرها وما وكيف وطبعاً تجاوز يجاوز عدنان إبراهيم يبقى جزء من ديار الديني يعني وإن كان يعني يطرح ربما إطارها العام مختلف ولكنه متدين على كل حال وبعيد عنا يعني بعد تاماً طبعاً ولكنه أفضل من غيره يعني أفضل من غيره بالمقارنة النسبية مع عبدال إبراهيم شيخ تصعد ولا نزل هو شيخ على كل حال هذه نقبة وأيضاً أريد أن أقول أنه التنويريين أيضاً لا مشكلة لهم مع التدين الشارع هذا المشكلتين يعني لا يمثلان أو قضيتين لا يمثلان مشكلة أمامنا الاعتقاد بفكرة أنه ثمة خالق لهذا الكوم والتدين الشارع صراعنا الحقيقي مع من نصبوا أنفسهم وحاملوا وحاملوا كما يسمونه صراعنا مع هؤلاء الذين هم نصبوا أنفسهم لم ينصبوا أحد هؤلاء الكهنون الذين يقضلون الناس وإنحرون الناس وشيعون الكراهية بين الناس ويعملون على الفتن ويقفون أمام تقدم المجتمعات وتحررها وبناء المستقبل هذه المنطقة هؤلاء يمثلهم في الدرجة الأولى هيئة كبار العلماء في السعودية ثم الأزهر ثم الحوزة البينية في النجف وقو صحيح ثم لا أدري أحد أخوانا ربما في المغرب العربي حدثنا إن كان يلحق جامع الزيتون لأنه شبيه بالأزهر هنا يلحقهم بأنه بس الحاولة ومفقس بالفلاميين والإرهابيين والمتقرفين أو لا هذا يعني متروك لأخوانا ربما ينورونا أكثر في المغرب العربي حول رؤيتهم بهذا الجامع لأننا نحن بعيدين عن هذا الجو لكننا قريبين من الأزهر قريبين من السعودية وهي أدوار العلماء ما يسمى طبعاً هم صغار العلماء وهم صغار الناس ليسوا علماء أصلاً بهاليل يعني للأسف أحسن كيف يعني أصلاً للعيب والمخسي أن نطلق عليهم لفظة علماء كلمة جليدة محترمة مجموعة بهاليل لا العوران والرميع شكراً كتير أخي علي شكراً كتير لمدخلتك وشكراً كتير لاتصالك وخلينا نسمع الأغى إسماعيل خصوصاً للصدمة إذا صدمت بالشيخ إبراهيم أو الشيخ عبداني آه هي مكادش صدمة في عبداني إبراهيم نفسه يعني مكادش صدمة ما نلخصهاش برضه في عبداني إبراهيم هي كانت صدمة أو مش صدمة هي كانت فوق ما بين المنهج العلمي والمنهج الديني هو عبداني إبراهيم المكس اللي عملوا في إيه بالظبط لما الشباب أو الباحثين أو اللي هم عندهم شغف بالأسئلة وطرح الأسئلة بيبدأوا يدوروا وكده بيصطدموا بأصحاب المنهج العلمي وبيتأثروا جداً بيهم يعني أنه بيتأثروا بالأطروحات وبالخطابات وبالخطاب العلمي بيتأثروا بي جداً أوتوماتيك بيحصل مشكلة لأن أنت عندك خطاب ديني يعني منتهي الصلاحية تماماً بالنسبة للعصر بتاعنا فبيبدأوا يدوروا على خطاب ديني يراعي يعني يراعي ما يقدمه الخطاب العلمي لأن لسه المنهج العلمي لم يصبح شيء واضح في عقول هؤلاء يعني إحنا طالعين من الحضيط من الأديان فبنصطدم بالمنهج العلمي بنعكب به بننباهر به بنبدأ نقتنع بعض الشيء بأساسيات موجودة فيه ولكن لم نفهم بعد ما هو المنهج العلمي وما هو العلم فبنبدأ ندور بقى في الدين طبعاً بنلاقي الخطاب الديني التقليدي بأس فنبدأ ندور فالعلمان إبراهيم عامل يعني مش مكس يعني يقولك الحديث النبوي سمعني اه يقولك الحديث النبوي ويرحق الحديث يقولك نيت شقال ومش عارف دي كارت قال فبيبقى عندك خطاب ديني اللي انت عايزه او بتدور عليه مطاعم فيه تطعيمات بالمنشتات العلمية الجميلة اللي انت اللي هي عكباك ودخل دماغك فبتلاقي راجل دين قدامك هو راجل دين بس في نفس الوقت بقى مش على طريقة الخطيب الجمعة الجاهل المتخلف اللي ما تفهمش حاجه ها لان انت بقى بتسمع بقى بتشوف الفيلسوف ده قال ايه والفلان ده قال ايه والثائر المفكر الفرنسي قال ايه والالماني قال ايه فهتسمع خطبت الجمعة بتاعتنا هتدلع تبقى عايز تدرب الشيخ ده على قفوة تقوله اللي انت بتقوله ده يا عمه على جنبه في حتى نشوفه فعدنان إبراهيم الميزة بتاعته بالنسبة لشبيب كتير ايه ان هو عنده بقى عملية التطعيمات بتاعت المنهج العلم يقولك داروين هو فيه خطيب جمعة فانت بتلاقي شيخ بيقولك قال الله وقال الرسول وقال داروين ونيتشا فيبدأ بقى هنا تبدأ الايه المبقى اللي بيحصل ايه بقى لو حد يعني حد عنده شغف كبير يعني شغف وعمه وده ممكن اللي حصل معي انه بيبدأ يفهم يعني ايه منهج علم ويعني ايه يعني ايه تفكير ويعني ايه عقلانية ويعني بيبدأ يغوص كمان وكمان مع المنهج العلم فبيكتشف في النهاية ان ان عبدان إبراهيم في ورطة كبيرة ان هو في ورطة ضخمة جدا بصراحة بصراحة اسماعيل يعني انا عبدان إبراهيم سألوني الشباب هون على البرنامج هذا انا سألوني شو رأيك بعبدان إبراهيم بالنسبة لي عبدان إبراهيم شخصية يعني قريبة الى شخصية النصاب اللي يضحك عن الناس بشان مصلحة مصلحة انه يبقوا بهالدين هو من حيثه لا يعلم يعني ان هو هو يطالع الناس من دينهم يعني من حيثه لا يعلم اه هو كمان بقى يعني هو كمان بيعمل بيلعب دور في ايه ان هو بينبي يعني مثلا ممكن واحد ما يكونش يحتك بكل العلوم دي ولا ها بس بيقوا تفعل ان عبدان إبراهيم بيبدأ يسمع يبدأ ده لو ما كفروش يعني او لو ما قالش ده كافر عليه فهو بيكذبه شيئا فشيئا عبدان إبراهيم دون قصد برضو للخطاب العلمي او ما ابدأ هو يروح يشوف لو هو عنده شغف كافي بان هو يروح يشوف طب داروين ده لأيه طب ايه تنظر ايه تطور طب ايه طب ايه طب ايه بدأ يحاول يكون يعني هو نفسه يفهم يحاول يفهم بنفسه من غير ما هو من غير ما يعني انا اعتقد ان اغلب الناس اللي اتقصرت بكل يعني خليين يتكلم عن نفسي يعني انا ما اصالت بريتشف دوكينز او كريتس فريتشنز او 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 الغريب ان الناس دي ما قلت ليش اؤمن بايه يعني انا ما حفستش كلام بريتشار دوكينز وجيتها اقوله او ما حفستش كلام بريتشار دوكينز وجيتها سماعه لا انا بقيت افكر واكون الصورة بنفسي وما اقتناش بيها اغيرها اسمع ده الايه طب اتطور في دي افكر في دي يعني انا كونت صورة فلو ده حصل عند اي حد فرجع فبيبدأ يعرف مدى الورطة انا بشوف انه هو عندنا بين في ورطة يعني هو في ورطة انت عندك انت عندك انت عندك ايدولوجية في ورطة ايدولوجية دي انت بتحاول تنقذها يعني خدر بتحاول تنقذ عايز تنقذها مش عايزها تموت فبتستعين بها بالافكار الجميلة اللي هي افكار يعني اللي هي اللي هي المستقبت بتحاول تطعمها كده فانت بتكتشف مع الوقت لو انت عندك الشغف الكافي ان المنهج العلمي ده حاجة والمنهج الديني ده حاجة تانية خالص والفكر الديني ده شيء تاني يعني ده يعني الفكر الديني هو قائم على الايمان يعني فكر الديني كله يعني ما فيش فكرة ان انت تجيب دليل وتقول دليل عقلي كل ده ما يفهم كل ده ملوش لازمة في الدين يعني ملوش قيمة اصلا في الدين انت الدين ده قائم على فكرة ان انت بتقي ايمان اعمى انت لو ما عملتش كده مش تبقى مؤمن بس من الاخر يعني فكرة بقى انت تجيب ادلة ودليل عقلي وبالبيولوجيا قانت ايه والكلام اللي ها انت كمسلم او كمؤمن انت لو بدأت اصلا تشكك انت كده مش مؤمن خلاص يعني انت بدأت تبحس او تشكك او تضع اسئلة او تحاول البحث عن اجابات هو المنهج العلمي قائم على الشك يعني المنهج العلمي كله قائم على انت تشك يعني انت تشك اذا انت في المنهج العلمي انت تشكك تكذب ما انا بقى انت بتقول النهاردة هو العلم عبارة عن ايه العلم عبارة ان فلان بيكي بيكذب فلان ويبدأ يحط نظرية جديدة ويبدأ يحط هو ده العلم اصلا هو كلام قائم كده فكون ان انت تيجي تربط العلم بالدين دي كارثة يعني هي دي كارثة ممكن ما حدش بي انت ما يلاقي في البداية بس بمرور الوقت الصادق مع نفسه او بلاش كلمة صادق دي عشان ممكن تزعي الناس اللي عنده شغف بالمعرفة شغف اللي هو يطلع هو اوتوماتيك هيكتشف الورطة اللي عدنان ابراهيم فيها وهيبدأ يفصل وهيبدأ يخضع كلام عدنان ابراهيم للعقل برضو فتبدأ هتبدأ هتبدأ بقى اي تكتشف يعني كأنك بتشيل اشرة ورا اشرة ورا اشرة لو انت في البدايات يعني هتلاقي القشور كده هتلاقي عدنان ابراهيم ده لا يختلف اي شيء لا يختلف تماما عن رجل الحوزة الموجود في العراق او رجل الازهر الموجود في الازهر او الشيخ بتاع خطبة الجمعة وان كان هو هو لديه اسلوب يعني اسلوب في الخطابة بيحاول يعني يسد فجوات كتير وينقذ ما يمكن انقاذه من ايدولوجية يعني هالكة تماما طبعا بقى يلعب بقى باللغة والمشاعر والالفاظ والمصطلحات والمفاهيم والمعاني والتعريف يقول لك حسب موسوعة يا اخواني حسب موسوعة مش عارف بيه معنى هذه النظرية هو اكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديك ايا ويديك نفس المدرسة اللي مصريين كتير اتأثروا بيها مدرسة مصطفى محمود الى حد كبير قريبه يعني قريب جدا من مصطفى محمود بس ممكن يعني هو عبدالي إبراهيم يعني مطيوش شوية او يعني جن شوية كيالي كيالي السوري إذا شفتنا بقى يعني بقى دي مدرسة بقى دي مدرسة دي مدرسة تعبانة خالص يعني مدرسة تعبانة ده التعبان ده خالص ده فيه أعنا تعليق هون من سوبره رابط الذي يكف من الانجليزي يتكلم الكتب لكل ما المسلمون ها مريقًا نعرف وليسر حال ليسر حالة توجيك بخصيد ها مرحل تلك المسلمين يتكف أمثل إنشار فكرة mentaliist thinking. I wonder that kind of doubt will't work for these people يعني ما بعرف يعني أنا.. حكيانا.. انا بقولك انه فيه ناس بتصر يعني مهما حصل بتصر على الاصولية الفكرية الإسلامية اللي عندهم وبيصروا على الفكر الإسلامي يعني أنا اممكن بميل طرح الصديق عادي العراقي المشروع كبير جدا لها فكرة السلطة الدينية والسلطة الدينية فكرة السلطة بالفكرة السلطة هيا احنا رب ن fragen اللووووووكي المشروع اللي عن المستقبل والسلطة الدينية والسلطة الدينية أول سلطة الدينية هي دي المشكلة الأساسية يعني أعتقد أننا لازم نشتغل عليها كلنا ونركز عليها بشكل كبير جدا طبعا هي العمل في جميع الاتجاهات نطلوب ولكن موضوع السلطة الدينية تتحديدا يعني هي دي الممكن تبقى النوع الجديد من الصورات الدينية يعني أوروبا احنا شفنا الصورة الدينية في أوروبا أو صورة على الدين في أوروبا والصورة على الكنيسة كان لها شكل معين تم رفض الدين بشكل عام في كل المطاقات يعني فرم الدين فرم أعتقد ممكن يبقى شكل الصورات عندنا في العالم الإسلامي يبقى لي شكل مختلف نحن ممكن نبدأ من الرأس فوق أو فكرة الرجل الدين في الحوزة أو رجل الدين في الأظهر اللي وقى في جنب الرئيس أو رجل الدين بتاع الكنيسة اللي وقى في جنب الرئيس فكرة وجود قوانين أو تشريعات أو في الدستور قوانين دينية يعني أعتقد أننا لازم نلعب كويس جدا على النقطة دي ولو كونا لوبي كويس لوبي علماني قوي على مستوى الدين العربية أعتقد ممكن نقدر نوصل للدستير دي بسهولة ونقدر بمنتهى سهولة أصل الشعوب والمجتمعات العربية في الآن هي منقادة يعني هو رجل السلطة بيقود الناس دي كلها فهنا لو قدرنا نفتت السلطة الدينية بأي شكل كان أعتقد الباقي سيبقى سهل يعني أمره سهل مش صعب يعني في هذه نقطة مهمة جدا برضو أحب أنوه عن نقطة دي المسألة الاقتصادية يعني يجب أن نعي تماما أن نحن لن نستطيع أن نغير إلا بتكوين اقتصاديات قوية يعني يبقى اقتصاد العلماني العربي أو العلماني بلاش كلمة عرب دي بتزعى الناس العلماني الذي يعيش في هذه المجتمعات يجب أن يكون قوي اقتصاديا لأن بالاقتصاد بالمال بالدولار بالجنيه بالأموال نستطيع أن نضع الخطوط الأساسية أو قواعد الأساسية للمستقبل بأفكارنا طبعا فمهم جدا موضوع الاقتصاد ده أي كلام تاني بعيدا عن أن احنا نقوي فعلا اقتصادياتنا واقتصادنا أو وقود مؤسسات يعني اقتصادية تدعم كل الأفكار دي كل الكلام ده أعتقد أن احنا هنبقى يعني مجهودنا مش هيكون ليه تأثير يعني أكيد أكيد يعني بصراحة أنا كمان عندي وجهة نظرهم أنا برحة أظن أولت مرحة دخلت على صفحة صديقنا أحمد حقان فلفت انتباهي الصورة ومكتوبة عليها التاريخ الصورة كان 15 عشرة 2008 بذكر أنا بهديك الفترة كنت كتب قصيدة أصحاب الذقون الطويلة وحيط على البيت وتعرف انت خصوصا هداك الوقت طبعا ما كان صورة وجهي طالع بس صوتي أنا حيطه ومكم المثبات والشتائم وتعرف انت أحبابنا المسلمين كيف يتعاملوا مع الناس فكتبت له تعليق لأخي أحمد فكتبت له بذاك الوقت أنا كتبت القصيدة أنا أتصور أتصورك وأنت تقرأ هذاك الوقت ما كان يكون ردة فعلك مشان هيك أنا بقول أنا متفائن يعني شخصيات قدامنا أصدقانهم كأحمد اسماعيل وغيرهم يعني من سنتين ثلاثة كانوا خمس سنين ست سنين كانوا متعصبين للفكر الإسلام عنا القصيمي يعني الرائع اللي كان يدافع عن الإسلام كانوا انتهيين يعني يعني متل ما بقولوا لا تقنطوا من رحمة الله ها مزبوط صح مزبوط الضبط يعني الإنسان قصوصا حاليا إنسان بصاد فتح عليه باب المعلومات الإنسان بالنهاية رح يشغل عقله لأنه إنسان عاقل بطبيعته مهما بتشوف إنسان متزمت متعصب جاي عم بنقشك بمواضيع وما عم بفهم صدقني في الداخل في عقل الباطني ومجدانه عم بيفكر لأنه الإنسان طبيعة التفكير أصلا يعني مهما كان غبي مهما كان يعني متمسك بالدين أو يدافع صدقني كله ظواهر ولكن جوا بدأ بالتفكير أخي إسماعيل يعني نحن بشامن نطول حلقة كمان كتير كيف تقيم حملة إجعال حاجة رائعة جدا حاجة كويسة جدا ويمكن كويس جدا إن إحنا نتبادل الأدوار ونشارك بعضنا ويمكن إنت كنت قلت لي على تعليق لأحد الأصدقاء قبل الحلقة قلت لي أنت عندك برنامج وأنا عندك برنامج كيف نستضيف بعضنا هو ده اللي بيحصل بره فكرة إحنا حتى بعيدا عن فكرة الدين الصوت بره بره لما بيشاركوا بعض أنا عندي قناة على اليوتيوب باتكلم فيها عن حاجة فلانية وفي صديق بيتكلم في نفس المجال أنا بس أنا بروح أسجل معايا فيديو وهو بيجي يسجل معايا فيديو وبنشكع بعضنا أنا باخد من جمهوره هو بياخد من جمهوري فدي حاجة جدا جدا مطلوبة الجاهر بالأحد إضافة كبيرة جدا فكرة إن يبقى فيه شخص لوحده بيتكلم أو مجموعة أشخاص قلائق اللي بيتكلمه فكرة مش كويسة فكرة إن إحنا عندنا طيارات مختلفة قنوات مختلفة وجوه مختلفة وجوه كثيرة ده الشيء يعني رائع جدا ومطلوب جدا الجاهر بالألحاد حاجة جميلة جدا ممكن يعني تكاد تكاد تتطابق إلى حد ما مع هدفي أنا في برنامج البط الإسويت كنت أنا في البداية ما أقدرش كنت أعملها لسبب إن ما كنتش ربما حلاقي حدي وجاهر في اللحظة اللي أنا بدأت فيها برنامج مثلا بالشكل اللي احنا بنجاهر به النهاردة أخذ بالك فهي جت في وقتها المناسب ظهرت في وقتها المناسب بحي تحية كبيرة جدا كل الأصدقاء اللي بيشغالين عليها أنت أحمد ملهم كل شباب تحية كبيرة ليهم وبشكركم جدا عبد الرحمن عبد الرحمن أنا مشكلة يعني معرفهمش أشخاصا بس أنا بحبكم جدا وبحييكم جدا عن مجهود العظيم اللي تبذلوه ده وللأمام يا شباب واحنا بنشجع بعض واحنا بنساعد بعض واحنا كلنا جنب بعض والإنترنت ضخم جدا واسع جدا وجمهور كبير جدا وعايزين نوصل لكل الجماهير دي ونصل لهم أفكارنا ونصل لهم أراءنا واسلوبنا في الكلام والمهم كمان نحن نحسن من اسلوبنا يعني انتوا لو الدائرات الإسلامية والدعاء الإسلاميين عندهم خطاب كده خطاب كده مسموعا مش عارب بيعمل ليه كده المهم فالدعاء الإسلاميين والأصحاب الفكر الإسلامي عندهم خطاب خطاب تعبيري كده أسلوب تعبير بيعبروا بيه بيتكلموا بيه يجب ان احنا نطور كمان من اسلوبنا في الكلام واسلوبنا في الخطاب فكرة ان احنا ننتقط بعض بشكل لازع انت انت ليه قلت مش عارف ايه لما طلعت في التلفزيون انت ليه قلت مش عارف ايه احنا مفيش حد بيرفكت يعني مفيش حد حيرضي كل الافكار الموجودة عندنا يعني فلازم نروعي للنقطة دي ان احنا متباينين ومختلفين احنا نحاول نطور من بعض نحاول نشجع بعض نساعد بعض يعني عشان يكون عندنا في النهاية خطاب اه قولوا عليه تنويري قولوا عليه علماني قولوا عليه حداسي زي ما تقولوا بس يبقى عندنا خطاب احنا متمكنين منه عندنا افراد متمكنة منه ايوم بقى ما يبقى فيه اعلام او تلفزيون او حاجة ضخمة اعلامية نقدر يبقى عندنا نقدر نحنا نقدم شيء للمجتمع ككل كخطاب تنويري او علمي او ثقافي او علماني بشكل مناسب شكل راقي شكل جميل شكل جذاب فده مش هيتحقق الا لما نتشارك كده كتير ويبقى عندنا خبرات وتجارب انا انا كل حلقة ويمكن جان حيأكد على الكلام ده كل حلقة بتعلم منها حاجة جديدة كل حلقة بسمع منها معلومة جديدة وبتضيف لرصيدي فما تستقلوش ابدا بالحلقات العبيطة اللي احنا بتسجلها اللي بتجيب الفين تلات تلاف او او اربعة تلاف او خمس تلاف مشاهدة احنا بنتعلم منها كتير جدا الضيوف نفسهم بيكتسبوا اسلوب او طريقة في انهم يعبروا عن افكارهم ويتمكنوا من الحديث وياخدوا نصية الحديث لان يعني الخطاب الديني منمق انت لما تقعد تسمع رجل دين هو بيتكلم كده عنده هو كلام كله يعني كلام كله ما يسويش حاجة بس فيه خطابة فيه اسلوب اخذ بها فده لازم نشتغل عليه احنا كالمانيين او لا دينيين عشان يبقى عندنا خطاب وده مش هيحصل الا التجارب الكتيرة اللي بتتم دلوقتي حيتبلور في النهاية شكل جميل حنتعلمه يعني بقى سواء في العراق في الامارات في الكويت في المغرب في تونس في مصر في السعودية في الاردن كلنا كده حنكون شيء يعني جميل انا بشكركم جدا وبشكر جان على الوقت ده كله والمجهود اللي هو بيبذله مجهود كبير خلي بالك انا عارف انا عارف كويس جدا هو بيعمل ايه وبيتعب ازاي لان انا بعيش نفس المعاناة دي بس انا مبسوط يعني انا بسجل وانا بتكلم بشكركم جدا بشكر الناس اللي تابعوني في بداية الحلقة مع جان الحلقة ما خلصت طاول بالك طايف ميش ميش عاكل حال يعني انا بالفعل انا اؤكد كلامك انه من كل حلقة نتعلم شيء مهما كان خلفية الضيف مهما كان يعني نتعلم اشياء كتيرة طيب اخي اسماعيل يعني الملحدين يعني نحن هالله هالثورة هاي القايمة بالفيسبوك بالانترمال هالفورة هاي فورة الالحادية خلينا آمن بني لوان بتشوفها ماشي يعني تفضل اممني يعمه يعني بس يمكن حاليا لان انا طموح شوية في اللي انا بقدمه عندي عندي احلام معينة عايزة حققها بس الاحلام دي تحتاج الى مادة تحتاج الاقتصاد قوي تحتاج الى قدرة مادية او مالية على تحقيقها فعشان كده بقول ان الاقتصاد مهم جدا او فكرة المادة مهمة جدا فدي نقطة فرايحة على فين؟ رايحة على ان احنا نكون اقتصاديات قوية يعني ما يبقاش متبقاش مجهودات كده يعني بسيطة لا يبقى في مجهود مخطط له وكده النقطة تانية موضوع العمل الجماعي في مشكلة كبيرة عندنا يعني انا لا استطيع بصراع عن نفسي انا لا استطيع العمل ضمن جماعة يعني انا جربت انا جربت فعلا العمل في جماعة او فريق اكتر من مرة وللاسف يعني موضوع ما لم يكن يكلل بالنجاح في النهاية فيمكن اخدت على عطيقي فكرة برنامج البطل اسود انا ابقى في القصة دي فويه لحد ما قادر ان انا استمر وقادر ان انا حقق حاجة بس هو بس نرجع ونقول ان العمل الجماعي مهم ومش كلنا ومش كل حاجة ومش كل المشاريع ومش كل النشاطات حنقدر نعملها بشكل فردي بس احنا عندنا مشكلة في العمل الجماعي بصراحة يعني عندنا مشكلة كبيرة في العمل في ضمن فريق وانا فاهم المشكلة دي بس ممكن صعب ان انا يعني احط حلول لها او ان انا اتكلم عنها وان انا انا اشه فا اعتقد المستقبل احنا نتكلم عنه يجب ان نجد حلول فيه لمشاكل العمل ضمن فريق احنا ممكن ثقافتنا او تربيتنا ما فيهاش الثقافة العمل الجماعي دي ودي مشكلة فاعتقد يجب ان رقم واحد يكون هناك اقتصاد قوي دعم قوي من اجل تحقيق الافكار دي اتنين اه تعلم العمل ضمن فريق او ضمن جماعة وتقسيم الاعمال دي نمرة اتنين اه نمرة تلاتة للأسف دي برضو يعني اه مش هقول ان انا بله بس فكرة المطامع الشخصية انا مش دد انا مش دد ان الانسان يبقى ليه مطامع شخصية او بقى ليه يعني اه 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 رغبة في النجاح او رغبة في تحقيق هدف معين بغض نظر ايه الهدف ده شهرة انا مش ضد الانسان يبقى بيحق نفسي يبقى مشهور انا مش ضد ده خالص اه تحقيق مال او اه احنا مش يعني انا ما بتكلمش على ثروات بس على اقل النشاط ان احنا نحقق منه مصدر للدخ انا مش ضد ده بس في بعض الاحيان ربما نغلب او نضع فكرة المكاسب ربما اه امام كل حاجة فدي برضه مشكلة يجب ان نتغلب عليها في اه يعني اه هناك صعوبات اعتقد كثيره انا ما بتكلم عن مشروع يعني بتكلم عن مشروع كانه مشروع مثلا ايه مشروع سياسي او او بلاج سياسي او مشروع اكاديمي يعني احنا احنا لو عايزين نعمل مشروع اكاديمي ما احنا لازم ندور على تمويل مش هنوعد كده مش هنوعد نقول اه يلا هنعلم بقى يعني حتى لو هتعمل مشروع اكاديمي على مستوى فردي ليك انت لازم تشوف تمويلك ايه هتصرف ازاي هتعمل ايه فاي مشروع مهما كان المشروع ده بيحتاج الى يعني نوع من انواع الانتاج فبالتالي نوع من انواع الصرف حتى مسلا على مستوى برنامج انا مش بدفع فاتورة انترنت مثلا مثلا يعني انا مش بجيب تشيرت وميس اطلع بيه كل حلقة مثلا يعني فكل الحاجات دي بتحتاج مني انتاج بتحتاج مني لو عايز اطور بقى من الفكرة دي ما انا بالتالي محتاج برضو انتاج اكبر وهكذا زي ما بيحصل انتاج في الافلام زي ما بيحصل انتاج للجامعات او صرفة في وقت اخير فموضوع الاقتصاد مهم فالعمل ضمن جماعة مهم ترتيب الاولويات ومعرفة الاولويات احنا عايزين ايه برضو مهم النهاية اعتقد ان احنا بنصبه زي ما انا متفق جدا مع كلام مدخلة الاخ عالي من العراق اللي هو اتكلم عن تفتيت السلطة الدينية او التغلب على السلطة الدينية انا شايف ان ده مهم برضو بس مهم برضو ان احنا نعي ان علمانة الدولة او علمانة خلينا نقول علمانة الدولة لن تأتي فقط هكذا يعني يجب ان نعلم من المجتمع يعني يبقى فيه خطاب تنميري علماني متاح لكل الناس لان ده في النهاية حيصب فيه مصلحة علمانة الدولة او حداثة الدولة من فوق بقى بالسلطة فالعمل في جميع الاتجاهات مطلوب جدا جدا بشجع كل اللي بيسمعنا على السخرية السخرية مهمة جدا السخرية من الافكار مهمة جدا سخرية من الفكر الديني مهمة جدا ما تستقلوش ابدا بالكوميكس او بالكاريكاتيرز اللي بتعامل عن الاديان والضحك عليها ده مهم جدا ده اهم حاجة يعني فعلى قد ما نقدر ليقدر يعمل حاجات كوميكس او حاجات سخرة من الدين ما يتأخرش ويعملها مقاطع فيديو سخرة ده مهم جدا فالفكر الديني او الفكر الاصولي بشكل عام بس اعاكي الميكروفون هجام احتي عندي سؤالين بس دياخد السؤالين هذول ورح نخلص الحلقة لانه طولنا شوي اليوم في سؤال بيقول من الاخ نسيم اقول كيف كيف كان شو رأي اسماعيل بالحملات التي يقوم بها الصلاعيم الاقفال المجموعات للحادية مثلا رادكاليان بالاحدود شو هو الحل لحتى نواجه المشكلة عيد فضلا انا كنت افكر لسه كنت عايز اعمل مقطع على الفيديو على اليوتيوب عشان شبكة الملحدين العرب لان الجروب ده رائع جدا والناس الادمينز اللي فيه ناس رائعين جدا وانا انا اتعلمت كتير بفضل الجروب ده وبفضل الشبكة دي شبكة الملحدين العرب وهي اتقفلت للمرة امكان الخمستاشر او دي العشرين انا مش عارب بصراحة حل معين بس اعتقد يعني ممكن نفهم سياسة فيسبوك يعني يجب ان نفهم يعني الناس اللي في الفيسبوك دول مش بيلعبوا يعني الناس المسكين الفيسبوك دول مش بيلعبوا اولا وتالسانية مش حطرنا في دماغهم يعني هي الموضوع ماشي بشكل الالكتروني بشكل سيستم فاحنا لازم ندور في القصة دي نشوف سياسة الاستخدام او اسلوب يعني لازم نشوف القوانين بتاعتهم ايه بالظبط بالاضافة ان احنا ممكن نعمل ريكويست او مش ريكويست عملية بحث عن مكتب اقليمي للفيسبوك في الشرق الاوسط ويمكن دي حق يمكن احاول ان انا نشوف حاجة زي كده مثلا نحاول نتواصل معهم ونحاول نشوف مثلا متحدث رسمي ممكن نخليها باسم شبكة بما ان احنا عندنا مجلة في الشبكة يعني احنا في الشبكة المنحيل العرب فيه مجلة تمام فيه الجروب بتاعنا فيه الموقع بتاعنا فيه كمان ايه عندنا فيه ممكن دول برنامج البطر اس وبرده كل ده موجود ضمن انشطة شبكة الملحيدين العرب فاحنا ممكن نشوف متحدث رسمي من الشبكة ونحاول ان احنا نتواصل مع مكتب اقليمي الفيسبوك في الشرق الاوسط ونبعت لهم زي رسالة واضحة باسم الشبكة وده يمكن حيعوق يعني احنا لو في الشبكة فهمت المشكلة ايه اعتقد نممكن ان التجربة دي بسودة لكل الجروبات والصفحات الحادية واللادينية فاااااا اعتقد الخطو دي دلوقتي مهمة جدا فيよろしく نخاطبهم بشكل رسمي احنا بقى عندنا مجلة وعندنا يعني اكثر من نشاط قوي لي متابعين كتير جدا يعني زي انا زي عمر دياب مسلاً ولا آآ جورج والسوف صفحة زي قناة التلفزيون مثلا فيمكن دولاتنا عملته في اليوتيوب حالياً يعني فعشان كده علي ليشARS خوف على قناة اليوتيوب فالمفروض الخطوة دي نعملها على مستوى الفيسبوك للمكتب حاول اتكلم انا مع اصدقائنا في الشبكة لان انا لسه كنت الشبكة لسه من حوالي يومين افلوها وعملنا جروب جديد النهاردة صحيت منهم ببص داخل ببص عليها لقيتها كمان الجديدة دي ايه افلت فالموضوع ده يعني ما ينفعش نحن نسكت عليه فاعتقد ده الحل يعني السؤال الثاني من الاخ ازاد مصطفى بيقول مساء الخير للجميع سؤال بسيط الاسمعين ليش اسم البط الاسود قصة الاسم قصدي وشكرا قصة اسم البط الاسود ده امكان اول ما فكرت اعمل البرنامج محتار في الاسم مش عارف اسميه ايه فبدأت اسأل الاصدقاء عندي على الفيسبوك فجات لي رسالة بدون ذكر اسميه يعني صحفي يعمل في مؤسسة الاهرام وهو كافر ملحد يعني فاقترح علي الاسم ده يعني هو زي ما تقول لي ايه بعته لي بيقول لي هو ده يعني خد الاسم ده فعلا وسألته يعني ايه الاسم فحكالي حدوته كده بتاعت فيه فيه قصة اطفال مشهورة جدا قصة دينماركية او قصة اه 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 يعني دينماركية او نرويجية وتتكلم عن فرخ البط القبيحة او فرخ الوز القبيح اه قصة بتقول ان كفيه كتكوت بطة كان لونه شكل وحش خالص فكان مرفوض امه رفضته اخواته رفضوه وكل الحيوانات في الغابة كانوا بيكرهوه يعني بس لما كبر احلو بقى حلو خالص طلع له ريش بقى احلى احلى وزة في الغابة فكل الحيوانات بقت بتحبه بقى لما بقى شكله حلو يعني وكده فقصة قصة اطفال جاية يعني من القصة دي فرخ البط القبيح ممكن دور عليها في الويكيبيديا او على جوجل كوجل سيرش فمن هنا جاء الاسمه احنا عندنا مثلا شعبي شهير قوي ويقولك او انا ابن البط السودة يعني او انا ابن يعني انا على راسي بطحة او انا المكروه يعني او احنا يعني كله حي كويس وانا لوحش فهي برضو جاية من النظرة السيئة جدا لللادنيين او للملحدين او حتى لأي حد مختلف يعني حتى المثليين جنسيا او الشيعة انا مثلا سجلت الحلقة مع بنت شيعية مثلا ان انا الشيعة كفي المجتمعات السنية ممكن في مصر عشان ما عندنا الشيعة كتير يعني او ما عندهمش سلطة زي الموجودة مثلا في العراق الحوزة فمضطهدين او مرفوضين او مكروهين فمن هنا جاءت بقى الاسمه اي حد مختلف مرفوض اجتماعيا مرفوض ثقافيا مرفوض بأي شكل من الاشكال اعتقد بيكون ليه مكان وليه مكان محفوظ في برنامج البط الاسود حتى من المسلمين اللي محضور المسلمين برضو فيه طواقف مكروهة زي الشيعة زي فيه طواقف كتير في اسلامية لا تعد ولا تحصى يعني طواقف كلها منبوزة ومكروهة اي حد من دين غريب يعني احنا 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 ما نعرفش حياة كتير احنا تربينا في جهل انا ما نعرفش يعني ايه ايزيدية ولا ايزيدية كل الكلام ده احنا ما كناش نعرقه او انا على مصر الشخص يعني فاي حد بيجيلي من الفئات دي المرفوضة عندنا في ثقافتنا بشكل عام برحب به طبعا وبدله فرصته انه يتكلم ويعبر عن رأيه اللي من احنا نتعلم من التجارب دي والاختلاف سمة الحياة يعني هو الاختلاف اساس الحياة اصلا يعني هي متعة الحياة في ان احنا نكون مختلفين وليس متطابقين متشابهين تماما فمهما كان الاختلاف ده انا برحب بقى هندي في البرنامج با اي اي زي دي ربوبي مسلم قرآني مثلا نسمع وذي يتنظره ونعرف لان المثل بيقول ايه الهار اللي ما يصيبش جدوش انت لما طلع لواحد مسلم سني عارف القرآن وطلع لواحد قرآني يبواص للسنة دي خالص مثلا يعني فده اضافة برضو اخبالك وقا كذب بس انا لقيت الفرق بين برنامجي وبرنامجك يعني يعني بكفيني انا ده معنا ضيق غير ملحدين اه انتوا واخدين الزبدة بقى انتوا بتجيبوا الزبدة يعني طيب اسماعيل يعني نحنا وصلنا لآخر اذا كنت عندك كلمة اخيرة تقولها لجمهور برنامجنا وجمهور برنامج الباطل الاسكتور جديد عم تابعونا جاريت ينضموا قلنا يعني من عندك بالزبط انا لكل الاصدقاء اللي بتسمعنا يعني اهل انا سهلا بيكو احنا في سواء في الجهر بالالحاد او في البط الاسود احنا بنشجع الناس ان هي تتكلم بنشجع الناس ان هي بقى عندها مثلا قنوات تعبر عن رأيها تعبر عن فكرها فأنا قبل ثلاث سنين لم اكن اتخيل اني ممكن في كاميرا وعد اتكلم وبتاع بكلام ده انا عارف ان في ناس كثير برضو كانت يعني حاليا زي كده من ثلاث سنين لا تتخيل ان هي ممكن تتكلم بس الموضوع والموضوع مش صعب والموضوع مش مستحيل يعني مش عادي بمنتهى الاريحية بس فكر التعود فأول ما تتعود بها تبدأ تتكلم فأنا بشجع الناس كلها كل الاصدقاء اللي بتسمعنا حتى الاخوة المؤمنين منهم يعني ان انتوا تشجعوا ويبدأوا عبروا عن افكاركم سجلوا ادعونا للتسجيل تعالوا وسجلوا معنا نسجل مع بعض حلقات فيش اي مشكلة خالص فلان ده شيء صحي جدا ان احنا نتكلم ونتبادل الافكار ونتبادل الاراء بمنتهى بمنتهى الاريحية بمنتهى الحب منتهى التقبل والاستماع والانصاط فده شيء مهم جدا وشيء مفيد حيفيد حيفيدنا يفيد مجتمعاتنا ويفيد مستقبلنا واطفالنا واحفادنا ونتمنى عشان مستقبل افضل لنا يعني مستقبل افضل للمجتمعات وبشكركم جدا على المتابعة وما تنسوش الاشتراك في القناة بتاعتي لا تنسوش برضو تزوروني في برنامج البطل اسود قناة برنامج البطل اسود دايما بيبقى عندي جديد دايما بيبقى عندي لقاءات جديدة لا تنسوش الاشتراك في قناة البرنامج الجهر بالالحاد عشان ده بيساعد انتشارها وبيساعد ان هي تحقق مشاهدات اكبر وتوصل لعداد اكبر من الناس وبشكركم شكرا جزيلا وبشكر جان وبشكر كل اللي شاركوا في قناة هذا الحلقة النهاردة اول سمعونا اول اللي لسه حيسمعونا انا بتشكرك كتير اخي اسماعيل بتشكرك كتير على حضورك وعطيتنا من وقتك يعني هالوقت الكبير بصراحة وانا بشجع اخوتنا الملحدين اللي رايدين يجهروا تفضلوا معنا كما قال اخوي اسماعيل يعني بدنا صوتكم يا شباب بدنا صوتكم بدنا الشيء يطلع يعني انا كتير سعيد في راح اسجل اليوم الثانين مع ملحد السوري الاخ ديفيد رجل الكهف رجل رجل الكهف اه شخصية شخصية جميلة جدا انا حاعد اتفرج على الحلقة لما يسجلها معاك وانا حاجزه على طول بعد ما يسجل معاك حيجي يسجل معايا حلقة وهو عامل نشاط جميل سجل كم حلقة جميلة على اليوتيوب شفتوهم فتحياتي تحية كبيرة جدا لرجل الكهف انتظروا رجل الكهف في حلقة جديدة ببرنامج الجهر بالالحاد شكرا سبعيد سراحة يعني انا انا اشجعني كتير انه كلام صوتنا عم بيصل يعني ما تفكروا انه صوتنا ما عم بصل يعني الرجل هاد سمع احد الحلقات وتشجع من احد حلقاتنا انه يسجل يسجل فيديوز ويطالعون على اليوتيوب وخلي الناس تسمع فكاره وانا وشجع كل اصدقانا يا شباب سوا فيديوهات وخلي الناس تسمعوا فكاره بسوا خمسين الف حملة متل حملة اجهر خلونا نجهر كلها اتنا يعني اذا ما جهرنا حالنا بدي يتمهل حال هذا ما رح يتغير نهائيا فيه اشي للأسف الشديد وبكرة بالساعة سبعة بتوقيت القاهرة اندي اولى حلقة ماذا سامي الدين باتمنى اصدقائنا يتابعونا بقرة الساعة سبعة بتوقيت القاهرة والساعة 10 حلقة مع احمد بتوقيت القاهرة بكرة عنا حفل متواصل الله معك شكرا كتير أصدقائي شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء في حلقة قادمة باي باي